موسيقى 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 ده حقيقي بعيدا بعضا فكرة الفوز لكن الأهلي والزمالك قدموا أداء يليق بتاريخهم الكبير المبارا فعلا كانت عنوان للروح الرياضية النعب النظيف بشكل كبير جدا الأهلي كالعادة أظهر شخصية البطل في النهائيات مارسل كولر مدير فاني لنادي الأهلي بيثبت أنه يعرف كيف يدير المواقف الصعبة ورغم الفرص الضيعة اللي شفناها في أول شوط الأول وعلى مدار الشوط يعني الفريق فريق الأهلي حافظ على تركيزه لحد آخر لحظة الأهلي قدر أنه يرجع الثقة الثاني لجماهيره خاصة قبل المباراة الهمة جدا أمام نادي العين الإماراتي في بطولة الانتر كونتنينتر نستنين يا رب التوفيق دايما للنادي الأهلي قدام المباراة اللي حنشوفها مع بعض قدام العين الإماراتي وكمان احنا مش حننسى نتكلم عن واحدة من النهائات اللي كانت متميزة امبارح اللي شفناها بين الأهلي والزمالك الزمالك اللي خسر امبارح في ضربات الترجيح في آخر ضرب الترجيح قد مباراة محترمة جدا استحق عليها الاحترام خصوصا بقى ان يعني من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة نهاية المباراة كانت مفتوحة والمباراة كنا عاديين مستنين واحنا بنتفرج كل الاحتمالات كانت مطروحة يا رجائي واحنا عاديين بجد مش عارفين هتنتهي ازاي وانا عايزولك كمان الضربات الترجيح ما خلصتش خمسة خمسة اه وليه بتاني أبستر خمسة تانين صحيح دربة ودربة كممكن نكمل الدهر لغاية اللي هارده ما نشوف اخرت طبعا ما لو بيدل بيدل ان الكرة المصرية بخير وان الكرة المصرية قادرة تمتعنا وقادرة تبسطنا وقادرة تشرفنا وقادرة تبين المستوى المحترم اللي فيه اللعيبة المصريين وان ده المستوى اللي احنا متعاوزين عليه في المواجهات بين الفريقين اللي احنا متعاوزين انها دايما تكون مليانة متعة ومليانة إثارة يارب تكونوا استمتعتهم بالمباراة بارح زي ما احنا استمتعنا عليها ونحن نتكلم إن شاء الله عليها النهار ده أكتر على مدار حلقتنا مرة تانية بنصبح على حضرتكم صباحكم زي الفل وجمعة مباركة صباح الخير يا مصر خلونا دلوقتي نروح لي زمالنا محمد عبدو نصبح عليه ونتعرف طبعا على حوال الطقس في القاهرة والمحافظات محمد عبدو صباح الخير صباح الفل عليك يا رجائي صباح الخير عليك يا منا زي ما كلنا حاسين اللومين اللي فاتوا بدأت كده الأجواء تبقى بداية برودة تحديدا في ساعات الليل المتأخرة نحن نتعرف مع حضرتكم دلوقتي في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد درجة الحرارة المتوقعة النهاردة العظمى في القاهرة 28 درجة وأقل درجة ستكون في كاترين 24 درجة أعلى درجة حرارة في أسوان 34 هنتابع مع حضرتكم التقس بالتفصيل لكن بعد شواء أهلا بحضرتكم ببتزيك المعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت إمبارح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في قمة بريكس بلس بمدينة قازان الروسية شدد على ضرورة تعظيم لاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف عشان تكون أكتر قدرة على توفير التمويل المؤثر للدول النمية وده سيساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة ده هي كمان الرئيس تطرق إلى الأوضاع المتأزمة في منطقة الشرق الأوسط أشار إلى أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر تقريبا من عام محذرا من استمرار هذا التصعيد وما قد يؤدي إليه من كارثة إنسانية دعا فخامة الرئيس إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف هذا التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة خلونا نتابع بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس سويسيا للتحرية أصحاب الجلالة والفخامة وأساء الدول والحكومات الحضور الكريمة أهرب مجددا عن تقديري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوات الاجتماع اليوم بصيغة بريكس بلاس كما أرحب بالسادة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماع الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لتجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول ويعكس كذلك حرص التجمع على تكسيف التشاور والتنسيق الفعال مع دولة الصديقة والمؤثرة من خارجه بارة تحقيق مصالحنا المشتركة السيدات والسادة يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يمج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصدقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحماية والسياسات الأحارية حيث تؤمن مصر في خدمة هذا التشتت بدرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كأحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الرهيب حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية فضلا عن سعيها الدقوب لضعم المصالح وأولويات الدول الجنوب في مختلف المحافل الدولية وفي هذا الإطار ليمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ والزواجية للمعايير فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواسق الدولية وقواعد الدولي وقواعد القانون الدولي والإنساني الأمر النازلي نتجت عنه كرسة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسعة ويكون لها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلقها إلى حرب شاملة وخاصة في ظل امتداد استراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول وامتداد تلك السراعات تؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية أصحاب الجلالة والفخامة تثمن مصر محفل البركس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البركس ودول الجنوب وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية أولا أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاز الدول النامية للتمويل المؤثر بما في ذلك النفاز لتمويل المناخ وأنا أؤكد على الضر المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الأسياء للإستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والمؤثر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة ثانيا ضرورة استثمار اجتماعات البركس بلس لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتكسيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهدها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك ثالثا أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرد سياسات أحدية ومنفردة بما يدرد بمصالح دولنا السيدات والسادة في ختام كلمتي أؤكد لكم التزام مصر الكامل بتعزيز العمل والتعاون المشترك بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب بما يحقق أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا في مستقبل الأفضل أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته كمان على هامش قمة التجمع البريكس بمدينة قزان الروسية التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس جنوب أفريقيا سيريل الرامة فوزة اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات التنائية بين البلدين في مختلف المجالات بنكلام مجالات سياسية اقتصادية أمنية مع التأكيد على الدور المهم لمصر وجنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية كمان تم خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة وفي لبنان ومنع الانتهاكات اللي بترتكب في الضفة الغربية بالإضافة إلى أهمية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبدالصادق الشرباجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كان فيه لقاء منهم لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بسير العمل خلونا نشوف أخبار كتير حصلت مبارح من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شاهد فعليات الجلسة الختمية للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024 اللي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام وده بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهاد ذات الصلة إن بارح التقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لمتابعة عدد من ملفات العمل وأكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة البالغ لدور الصحافة ووسائل الإعلام في التعبير عن قضايا الوطن وتشكيل وعي المواطن مؤكداً الحرص دوماً على مناشة التحديات التي قد تواجه عمل المؤسسات الصحفية والسعي لتذللها وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه هيتم التوجيه بالعمل على تذليل التحديات اللي تم عرضها بما يسهم في استقرار هذه المؤسسات المهمة وأداءها لدورها المهم إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع جان فريزر المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب العالمية وأوضح مدبولي اهتمام مصر بدعم التعاون مع مجموعة سيتي بانك على ضوء الإصلاحات الكبيرة اللي قامت بيها مصر لا سيام النجاح في ضبط سوق الصرف والتوازن في السياسات المالية والنقدية وهو من عكس على نجاح سياسة سعر الصرف المرن المطبقة حالية وأوضح رئيس الوزراء جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار ودعم جذب الاستثمار الأجناب المباشر مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن مؤشرات محددة في مجال الإصلاح الاقتصادي نحرص على تحقيقها أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض موقف إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية وأكد مدبولي دعم الدولة المصرية لكل الخطوات الرامية لإبراز المقاومات والخصائص الطبيعية الفريدة في مصر وتعزيز القيمة الاقتصادية لها بما يمثل عنصر جذب سياحي وترويج عالمي لتلك المقاصد وإزهار دور مصر في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي كذلك امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حوكم التداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزعها خلال الاجتماع استعرض علاء الدين فاروق وزير الزراعة الإجراءات اللي بتتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم منظومة حوكم التداول الأسمدة وصرفها بما يسهم في وصول الدعم لمستحقين ونواه إلى أن إطلاق تلك المنظومة بيهدف بالأساس للتكامل مع منظومة كارت الفلاح اللي بتسهم في صرف الدعم المستحقي من المزارعين وبذلك تستهدف منظومة حوكم التداول الأسمدة المدعمة تداول الأسمدة منذ انتاجها وحتى وصولها للمزارع وأضاف في هذا الإطار بيتم حوكمة منظومة الانتاج وبوليسة الشحن بحيث نضمن وصول الكميات المحددة للجماعيات الزراعية وفقاً للخطة السمادية المقررة لذلك إنبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمي على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار في دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة التمنى من المعهد الصحي للذكور دفعة اللواء طبيب أحمد سامي كريم والدفعة السبعة من المعهد الصحي للإناس دفعة اللواء طبيب محمد رضا فريد وده بحضور اللواء أركان حرب وليد حمود عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات محافظة أسوان أعلنت بدء العمل في رصف طريق إدفوا مرس علم بطول عشرة كيلو متر كمان دميات قررت النزول بسن القبول في سنة أولى ابتدائي حتى موليد نهاية نوفمبر 2018 في المينيا تم تقديم 1368 خدمة طبية مجانية وده من خلال قافلة ضمن مبادرة بداية أما في الدأهلية تم قطع الكهرباء خمس ساعات عن عدد من قرى طلخة لأعمال الصيانة دعونا نتبع محافظة أسوان أعلنت الموافقة على البدء في تنفيذ مشروع بطريق إدفوا مرس علم بطول عشرة كيلو متر نظرا لأهمية هذا الطريق الحيوي اللي بيربط بين أكبر المدن السياحية بالغرداء ومرس علم وإدفوا في جذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه قررت محافظة دومياط النزول بسن القبول بصف الأول لابتداء المدة شهر إضافي لتبدأ من موليد 2 نوفمبر 2018 حتى نهاية نوفمبر 2018 تلبية لرغبات أولياء الأمور بالنزول بسن القبول لإلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي للعام الدراسي الحالي 2024-2025 وده نظرا لوجود أماكن شغيرة بالصف الأول لابتدائي داخل بعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة أعلنت محافظة المينيا أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية بمركز دير مواس في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين والوصول للقرى والمناطق الأكثر احتياجا وضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتم توقيع الكشف الطبي على 1368 حالة وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات أعلنت رئاسة مركز مدينة طلخة بالدأهلية أنه هيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق من قرى طلخة اليوم الجمعة حتى 12 صباحا نظرا لإجراء أعمال الصيانة بشركة نقل الكهرباء بمحطة محاولات غرب طلخة في الأليوبية نظامت جمعة بنها قافلة طبية بقارة ميت الحوفين بمركز بنها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان شارك في القافلة أطباء في تخصصات البطن العامة والأطفال والعزام وأمراض الجلدية وتم الكشف على 168 حالة وصار في العلاج مجانا وتحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الأشعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية في البحر الأحمر شهدت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة آخر محطتها خلال أكتوبر بقرية أبو رماد بمدينة حلايب وبدأت في الكشف الطبي على الأهالي على مدار يومين بعد أن انطلقت القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة يوم الجمعة قبل الماضية الموافق 11 من الشهر وده بقرية أم الحوطات بسفاجة وقضت فيها مدة يومين اعتمدت محافظة الغربية الأحوزة العمرانية لعدد 21 قرية و15 عزبة لتوقعها على الطبيعة وبدء العمل فيها وباعتماد هذه الأحوزة ستنتهي مشكلة الأهالي ببعض المناطق اللي دامت لأعوام الأمر اللي بيسهل عليهم إنهاء كافة الترخيص الخاصة بها كما أنه جار العمل على إنهاء إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة بكافة قرى وعزة بمراكز المحافظة تباعا مصر دايما بتبذل جهود لا تنقطع في إيجاد حلول الأزمة المشتعلة في الأراضي الفلسطينية ومن بين الجهود دي التقارير اللي بتتكلم عن أن وفد أمني وعسكري مصري رفيع المستوى التقى رئيس المساد ووفد من الشباك ضمن الجهود اللي بتقوم بيها مصر لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار في المنطقة ده هي كمان مصر أعلنت أكتر من مرة أكتر من مناسبة نهاية بترفض العمليات العسكرية من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في شمال قطاع غزة ولكل التجاوزات لكل الجرائم اللي بترتكبها إسرائيل في حق أهالينا في فلسطين وكمان مصر كانت قد حذرت إسرائيل من خطورة استمرارها في عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع خبر مهم من مؤسسة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة بتعلن إن هي ملهاش أي علاقة من قريب أو من بعيد بالإعلانات اللي بتتكلم عن مسابقات بتتكلم عن جوائز نقدية أو بيع شوها سكنية أو أراضي المؤسسة وضحت في بيان لها إن الإعلانات دي هي مش طرف فيها تماماً وإن هم مش مسؤولين عن أي حاجة ممكن تحصل نتيجة تصديق الناس لهذا النوع من الإعلانات المؤسسة مؤسسة حياة كريمة أكدت على المواطنين عدم التعامل مع الإعلانات دي تماماً وإن مؤسسة حياة كريمة بتعلن عن مبادرتها أو أي تدخلات من خلال القنوات الرسمية زي صفحتها الرسمية مكاتب المحافظات أو الإعلام الرسمي فقط لا غير مشاهدينا خلونا نروح لفاصل سعريع ونرجع لكم تاني في صباح الخير يا مصر تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم تقص موتدل في أول الليل مائل البرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر مائل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلونا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غاني معضو المركز الإعلامي بهاية الأرصاد الجوية صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباح الخير على حضرتك دكتور محمد وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بك يا فامي يعني بداية كلنا كده حاسين بموجة البرد وبداية انخفاض درجات الحرارة تحديداً في الفترة الليل أخبار الجو النهاردة وهل انخفاض درجات الحرارة ده هنشهده خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله هو بالفعل احنا منشهد انخفاض في قيم دربات الحرارة وخاصة في فترات الليل وخاصة كمان فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر يمكن كمان احنا الأيام الماضية كان عندنا نشاط رياح على مدار اليوم كله وده حسسنا بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة ثانيا نقول ان المهاردة سرعات رياحة تقل عن الأيام الماضية فهنحن نحس معها بالاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار هتعتبر حول المهدلات الصبعية للوقت ده من السنة العظم على القاهرة الكبرى هتكون 28 درجة مقوية مزالة مصادر الكتل الهوائية المؤثر علينا كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وهي كتل هوائية معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها لكن احنا خلال الأيام اللي جايه مثل النهاردة هنحسن الجو تحسن من ناحية الهواء يعني منها هتوجود نشاط لرياح جو سقر بشكل كبير لأجواء فترة النهار هنحسن فيها دسئة وأجواء مائلة لحرارة في معظم المحافظات الشمالية حرة في المحافظات الجنوبية ده فترات النهار لكن فترات الليل هيظل فيها الانففاض الملموس والملحوظ في قيم درجات ده هيستمر معنا يا دكتورة لحد إمتى إن شاء الله ده مستمر معنا يمكن على مداري الإسبوع اللي جاي على الأقل إحنا عندنا فترات الليل هستظل فيها قيم درجات الحرارة منحافظة يمكن فترات النهار ممكن نحس فيها وبعض الدفء بالضبط لأن سرعات الرياح هتقل فبيتسيلي هدوء سرعات ده هيبقى موجود معنا هيحسسنا بالدفء فترة النهار وخاصة مع وجود أشعة الشمس لكن فترات الليل هيظل فيها البرودة بالنسبة لحركة الرياح كلنا حسينا وتابعنا الفترة اللي فاتت كان في نشاط الرياح ده هنشوفه أكتر خلال الأيام اللي جاية والأسبوع المقبل لا هو بالعكس نشاط الرياح هيقل خلال الفترة اللي جاية ويمكن النهار ده يمكن سرعات الرياح الأيام الماضية وصلت في بعض الأماكن الـ 45 كيلو متر على الساعة إحنا يمكن النهار ده سرعات الرياح ما بين 30 لـ 35 كيلو متر وكمان هتبقى في فترات المساء وساعات الليل يعني مش على مدار اليوم كله زي الأيام الماضية فهدوء سرعات الرياح أو اعتدال سرعات الرياح خلال الأيام اللي جاية ده هيحسسنا بالاستقرار في الأحوال الجوية يعني احنا النشاط الرياح اللي كان موجود معنا الأيام الماضية هيبدأ يقل بشكل كبير يمكن النهار ده وبكرة وعلى مدار الإسبوع اللي جاي بإذن الله لكن هيظل معنا بس نأكد هو انخصات قيم درجات الحرارة لأن احنا الصغرى في فترة الليل بتسجل قيم درجات حرارة 17 و18 درجة مقاوية في القاهرة الكبرى لو أنا في مدن جديدة وأماكن مفتوحة كمان هلقيها أقل من كده طب عايزين من حضرتك نتطمن على حالة البحر وبالنسبة للأجواء في المدن السحلي احنا طبعا الحمد لله لما هدوء سرعات رياح فإن ده دوره هيقدي ليها اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين مؤهلين أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه ارتفاع أمواد لا يتجاوز لاثنين متعة على البحر المتوسط وأيضا البحر المتوسط ما بين واحد ونص لثين ونص متRY فälleبحرين مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه أيضا الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط يمكن أن الأيام الماضية سهر سقوط أمطار خفيفة في بعض الأماكن كمان الأمطار اليوم وعلى مدار 72 ساعة اللي جاية فرص الأمطار بتتلاشى من كافة المناطق الموجودة في الجمهورية فبالتالي الأحوال الجوية استقرر بشكل جديد في كافة محافظات الجمهورية مفيش أي ظواهر جوية ممكن تأثر على أي أعمال أمسطة يومية موجودة معنا يمكن على مدار 5 أو 6 فيام جايين بإذن الله نخلي بنا بس بنأكد على كل سادة المواطنين أن احنا نرتدي ملابس خريفية خلاص ندخلها تماما عن الملابس الصيفية وخاصة للأطفال الطابة وهم رايكان المدارس حتى احنا لو بنخطف فترات الصباح الباكر لازم يكون معنا جاكت خفيف أو بنرتدي الملابس الخريفية لأن خلاص البرودة فترات الليل مش هتروح تاني يعني احنا خلاص ما فيش أي موجات فيها ارتفاع قيام درجات الحرارة وخاصة فترات الليل فتجنبا لنزلات البرد لازم نغير نوعية الملابس في الملابس الخريفية وانتبع نشرات الجوية لأن احنا ما زلنا في فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحديث ده كلام مهم جدا وبنأكد علي دكتورة منار فكرة التقلبات الفصول مع بداية الخريف زي ما حضرتك قلت كلنا نحاول نتقل شوية بالليل واللي خارج مشوار بالليل يبقى على قل معايا يشاكد في العربية كلام مهم جدا وكلام لازم نأكد عليه مشكوري شكرا جزيلا دكتورة منار غاني مع عضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية نروح مع حضرتكم نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في كافة محافظات الجمهورية والبداية من القاهرة اللي بتسجل العظمى 28 والصغرى 18 العاصمة الإدارية العظمى 28 والصغرى 17 اسكندرية 2027 العظمى في العالمين الجديدة 2720 مطروح 25-21 دمياط 27-19 بورسعيد 27-23 الإسماعيلية 25-18 نروح للسويس العظمى بتسجل 29 والصغرى 19 العريش 27 والصغرى 15 كاترين العظمى فيها 24 والصغرى 5 درجات طبعا دي أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية طابة 27-16 حلايب 29-22 شلاتين 31-23 شرم الشيخ 30-22 الغرداء العظمى 30 والصغرى 19 نروح مع حضرتكم لمحافظة الفيوم 28-17 بني سويف العظمى فيها 28 والصغرى 17 الوادي الجديد 29-16 أسيوت 29-15 سهاج 30-16 قنى 31-17 لؤسر 32-16 أما أسوان فبتسجل أعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية طبعا 34 ودي أجواء دافئة في محافظة أسوان أما الصغرى فتسجل 18 درجة مئوية نرجع مرة تانية نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع رجائي ومنا فضل شكرا جزيلا محمد دلوقتي خلينا نتبع أهم الأحداث اللي حتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي أخبار كتير هتحصل النهاردة من بينها أن وفقا لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف هيكون موضوع خطبة الجمعة وأقولوا للناس حسنة مخطبة الناس جميعا بأحسن الكلام في عالم الواقع أو السوشيال ميديا وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير وقال ليزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة لتكون ما بين 10 دقيقة و15 دقيقة للخطبتين الأولى والتانية معا كحد أقصى مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز وأكدت أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيمله وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل الموسيقار هشام خرمة وده في الثامنة والنصف مساء على مسرح الجمهورية برنامج الحفل بيتضمن تقديم مجموعة من مؤلفاته الخاصة اللي بتدمج الألات الشرقية والغربية برؤية فنية معصرة منها أندلس وكن وأمل وخلخال ووادي الملوك والحكاية وبدر وتحرك والغروب واليقين والبداية والنهاية ده إلى جانب مجموعة من الألحان الشهيرة منها حلوة بلادي شمس الزناتي وغيرها من الألحان لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع المباراة الافتتاحية للجولة التسعة من عمر مسابقة الدوري هيلتقي ليستر سيتي مع نوتينغ هام فورست في تمام الساعة العشرة ليلاً والعشاء الكرة الألمانية موعدهم النهاردة أيضاً مع المباراة الافتتاحية للجولة التمنى من عمر مسابقة الدوري هيلتقي بروسيا مونشانجلات باخ مع ماينتس في تمام الساعة التاسعة والنصف ليلاً خبر اللي جاي مهم خاص بالصناعة مشروع إعادة توطين إنتاج الحرير بمحافظة الوادي الجديد بيحقق نجاح ملموس والتوسع فيه بشكل كبير جداً في محافظة الوادي الجديد وده منذ انطلاق هذا المشروع بدعمه مباشر من قبل القيادة السياسية ضمن خطة توطين صناعة الحرير وتدريب الأيدي العاملة على إنتاج الحرير علشان نتخلي بقى عن استيراده خاصة أنه بيوفر فرص عمل عديدة ومصدر دخل مميز عشان أكيد طبعاً نتعرف منه على تفاصيل أكتر نحتاجين نعرف التفاصيل من الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد يا دكتور مجد صباح الخير عليك صباح الخير يا فندم صباح الخير أستاذ رجاء أستاذ مونة كل سنة حضراتك طيبين طبعاً بالنسبة لتوطين الحرير في محافظة الوادي الجديد طبعاً الدولة المصرية وجهت فكر جديد في توطين الحرير في ثلاث محافظات رئيسية هي محافظة إنا وإسفاج والوادي الجديد وكان في خطة طموحة عملتها وزارة الزراعة معهد بخوص رقاية النبات بخوص الحرير على أساس أن يوطنوا هذه الصناعة في الثلاث محافظات وطبعاً وزارة التنمية إزاي يا فنم يعني حصل إيه البنية التحتية اشتغلتوا عليها إزاي إيه التطور اللي حصل علشان يحصل فعلاً توطين لإنتاج الحرير أول حاجة عشان نبدأ نوطن الحرير لابد أن نزرع أشجار التوت وطبعاً الأصناف أو الأنواع اللي هي بتجود في محافظات الوادي الجديد أهم حاجة أن نحن أتكلم عن الوادي الجديد أن نحن عندنا خصصنا حوالي 3000 فدان طبعاً كان فيه تيسيرات كتيرة عملتها محافظة الوادي الجديد سيادة المحافظة إدى مساحات 3000 فدان بسعر رمزي كان حوالي قيمة إيجارية للفدان حوالي 500 جنيه ثانوياً طبعاً تعمل حوالي المستثمرين وعملوا حوالي 17 مشروع على 3000 فدان بدأنا نزرع مساحات تخطط حوالي 350 فدان بالإضافة أن احنا كمان بنزرع التوت في الصور على أساس أن نحن يبقى عندنا طول السنة الأوراق التوت موجودة على أساس تبقى جاهزة لأن نحن بنعمل ثلاث دورات في السنة دورة في مارس ودورة في يونيو ودورة في سبتمبر طبعاً المستثمرين كانوا موجودين معنا أيضاً سيادة المحافظ سيد دكتور محمد سلمان الزامر لوت أيضاً وطن هذه الصناعة أيضاً بالتربية والتعليم من خلال مدارة السنوية الزراعية هنتكلم عن ده بالتفاصيل ولكن 3000 فدان حضرتك قلتلي تم تأجيرهم بـ 500 جنيه إيجار رمزي مظبوط؟ ده عظيم جداً دكتور حقيقة نتكلم برضو على 3000 فدان تم زراعة لغاية دلوقتي 350 فدان من قبل المستثمرين السؤال هنا لو إحنا هنسوق هذا المشروع للمستثمرين هنقول لهم إيه؟ يعني إيه اللي يخلي المستثمر أنا دعتي معي فلوس ومش عارف هل هذا المشروع مربح مش مربح الـ ROI لمدة الدقيقة العائد على الاستثمار لمدة الدقيقة كام؟ كل الكلام ده متاح فين؟ أولاً في طلب كبير على الحرير المصري بحضرتك بالنسبة الوقت طلب حضرتك توصل طلب عالمي؟ طلب الشرانق الحرير وخيوط الحرير مطلوبة من الحرير المصري مطلوب جداً 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 في أسلوء العالمي فحياناً المشاريع اللي تم أنه نحن طبعاً تربية الحرير دي بتؤدي إلى شرانق الشرانق دي بتعملها على مكان حل الحرير ويبدأ يتحول لخيوط والخيوط دي بتتصدر لطبعاً سواء خام أو مشغولات يدوية طيب الدعم اللي تقدم من قبل المؤسسات التعليمية ليه الراغبين أنهم يستفيدوا من المبادرة دي مبادرة إعادة توصين إنتاج الحرير هل فيه تنسيق ما بين المؤسسات التعليمية؟ هل فيه زي دورات تدريبية ليه المزارعين بحيث أنهم يقدروا المكانش بيزرعتوت قبل كده يعرف يزرعتوت إزاي؟ ونقدر نعظم الفائدة من الاستفادة من المبادرة دي؟ هو حضرتك بالنسبة للدورات التدريبية بتقوم بيها وزارة الزراعة المزارة مثلة في قسم بحوث الحرير بمحة بحوث وقاية النبات وإحنا طول السنة في دورات تدريبية في متابعة للمشاريع اللي تم تشغيل فيها معامل الحرير دائما وأبدا المحافظة ومدرية الزراعة بتتابع هذه الدورات طبعا التربية والتعليم من خلال المدارس الثانوية الزراعية سواء في مركز الخارجة والدخلة وبلاط والفرافرة أيضا في حاليا دلوقتي تدريبات على طلاب الثانوية الزراعية أنشئ فصل في كل مدارس الثانوية الزراعية للحرير أولى وثانية وثالثة سنوية دائما التدريبات على طول مستمرة الخبراء الحرير مركز الحرير المحافظة الزراعية متواجدين أجبوعيا بيتبادلوا يعني كل أسبوع بيجي إثنين من المتحسين على أساس متابعة عملية التدريب عظيم كل شكر لك الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد شكرا جزيلا لك انطلقت فعاليات الدورة التسعة لملطقة القهراء الدولي لفن الخط العربي بيشارك فيه الفعاليات فعاليات الملطقة حوالي 160 فنان وفنانة من 16 دولة عربية وأجنبية بيتم تدشين الدورة الحالية تحت شعار دورة الخطات الكبير محمد حمام واللي بينظمه قطاع صدوق التنمية الثقافية أكيد نعرف تفاصيل أكتر معنا على تليفون فنان محمد بغدادي ومسار عام ملطقة القهراء الدولي لفن الخط العربي أهلا وسهلا محررك وصباح الخير عليك أهلا بيك يا فندم أهلا بالسادة المشاهدين بداية لما نجي نتكلم عن فعاليات ملطقة الخط العربي في نسخته التسعة إيه اللي بيشمل عليه الفعاليات الفعاليات بتشتمل على مسابقة رسمية بين المبدعي فناني الخط العربي وأيضا بتشمل على تشتمل على حلقة بحسية في صورة ندوة علمية دولية يشارك فيها أكثر من ثلاثين باحثا وباحثة من المتخصصين في قضايا وإشكاليات وتطوير الخط العربي وأيضا بيشمل المعرض العام اللي بيضم عدد من اللوحات يصل إلى حوالي 450 لوحة من الأعمال الفنية المتميزة بالإضافة إلى ذلك ورش العمل التي تعطي صورة تطبيقية لكيفية التعامل للممارس لفن الخط العربي والسرق الصنعة وأيضا جماليات الحرف العربي في التكوين وفي التركيب وفي الصيارة عظيم جدا أستاذ محمد كلمنا عن هذه أو هكذا ملتقيات ملتقي الخط العربي إهميته في تعظيم الهوية العربية والحفاظ عليها والحفاظ على التراث سواء المصري أو العربي يعني من خلال الدورات السابقة والدورة الحالية التسعة نحاول أن نقدم نموذج لهمية الحرف العربي والخط العربي وهو الأبجدية الوحيدة التي تحولت إلى لوحة عمل فني وتشكيلي يعني تلتقي فيه كل المهارات وكل أساسيات لوحة الفن التشكيلي بالإضافة إلى ذلك نحن نريد أن نرتقي يعني بعد ما ظهرت أجهزة الكمبيوتر والكيبورد الذي يعني ربما يكون قد أدى إلى نسيان الأطفال والأجيال الجديدة لكيفية الكتابة الحقيقية للحرص العربي نحن نحاول هنا الارتقاء بالزائقة الفنية لدى جمهور المعرض وربط الأجيال الجديدة بترس فنها العربي الأصيل وهو الخط العربي من خلال المعرض العام ومن خلال الممارسات وبذلك يعني استطيع المتلقي والأجيال الجديدة أن تدرك مدى أهمية الحرف العربي ده مهم جدا يا أخوز محمد ده مهم جدا أنا بقول الحقيقة ده حاجة مهمة جدا من ربط الأجيال الجديدة خاصة في يعني إحنا في عصر السوشال ميديا وعصر الحاجات الديجيتال بقى والحاجات الرقمية فكرة الخط ده زي ما احنا كلنا من نتعلمه زي ما نخط الرقعة والنسخ والكوفي والأخ يعني ما بقتش منجود فأقول الحقيقة ده حاجة مهمة جدا بالتأكيد لأنه حتى من خلال البرامج الكمبيوتر والزكاء الاصطناعي والذي يحاول أن يطمس الهوية بعض الأساسيات لدى الهوية البصرية التي ترتبط بفن الخط العربي نحن نمارس أشياء كثيرة تؤدي إلى نسيان الذاكرة البصرية فنحن نحافظ هنا على الهوية البصرية للأجيال القادمة من خلال رؤيتها لجماليات الخط العربي وكيف تكمن في داخل هذا الفن الرفيع المستوى كل مواطن الجمال التي تمثل في الخط العربي في حد ذاته تمثل جزء أساسي من الهوية الثقافية والبصرية صحيح بل أن صحيح أكيد كل شكر لفنان محمد بغدادي كميسار عام ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي شكرا جزيلا لحضرتك سوف نسيب حضرتكم مع موجز لآخر وأهم الأنباء وإزمالنا محمد عبدو إليك شكرا لك رجائي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التريفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالله سيسي الأهمية المتزايدة لتجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول ويعكس كذلك الحرص على تكثيف التشاور والتنصيق مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق المصالح المشتركة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بقمة تجمع بريكس بلاس المنعقدة بمدينة قازان الروسية كما أكد الرئيس السيسي أن اجتماع البريكس يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية وأضف الرئيس السيسي أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الرهنة قال مصدر أمني مسؤول إن وفدا أمنيا مصريا وعسكريا رفيع المستوى التقى رئيس الموساد ووفدا من الشاباك في إطار الجهود المصرية المكثفة لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار بالمنطقة هذا وشدد المصدر المسؤول على أن مصر أكدت للوفد الإسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال القطاع وحذرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة عملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى ذلك رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو باستعداد مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة بعد مباحثات في القاهرة بين مسؤولين مصريين ووفد من حركة حماس وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه بعد الاجتماعات في القاهرة أمر نتنياهو رئيس الاستخبارات العسكرية الخارجية الموساد ديفيد برنيع بالتوجه إلى الدوحة لمناقشة سلسلة مبادرات تهدف إلى استئناف المفاوضات من أجل الإفراج عن المحتجزين ميدانياً ميدانياً استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مربعاً سكنياً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة الذي يشهد عملية إبادة وتطهير عرقي منذ عشرين يوماً وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة مائة وخمسين فلسطينياً من بينهم نساء وأطفال في قصف لطائرات الاحتلال لعشرة منازل على الأقل في منطقة الهوجة وسط مخيم جباليا مشيرة إلى أن المواطنين في المنطقة المستهدفة أطلقوا نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحة إلا أن تواقم الإسعاف والإنقاذ واجهت صعوبة في الوصول إلى المكان بعد أن عطل الاحتلال عملها في شمال القطاع من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن خمسة جنود قتلوا وأصيب سبعة آخرون في المواجهات بجنوب لبنان وتصاعد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن قصفت إسرائيل جنوب لبنان والضحية الجنوبية في بيروت وسهل البقاع وقتلت عدداً من كبار قادة حزب الله ودفعت بقوات عبر الحدود في المقابل أطلق حزب الله صواريخ في عمق إسرائيل رياضياً توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه بعد فوزه على الزمالك برغلات الترجيح بنتيجة سبعة ستة بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف كان الأهلي قد تأهل لنهاء السوبر بعد فوزه على فريق سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 2-1 فيما صعد الزمالك بعد تغلوبه على بيرومتز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بهذا التتويج يبدأ الأهلي الموسم الجديد بإحراز لقب هام قبل مباراته المرتقبة أمام العين الإماراتي الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي وذلك في الدور الثاني من بطولة كأس انتر كونتيننتل انتهى موجز الثامنة عودة لاستكمال لباقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل أهلا بحضراتكم العالم كله مستني الانتخابات الأمريكية اللي هتجرى في 5 نوفمبر اللي جاي وهنا هنلاقي بقى المنافسة بين الجمهوري دونالد ترامب مع الديمقراطية كاملة هارس على كرسي الرئاسة انتخابات السنة دي طبعا مليانة تنافس شديد ويمكن مش السنة دي بس كل مرة بتكون فيها تنافس شديد ولكن المرة دي يمكن بتعتبر من الأكثر احتداما في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب يوم التصويت خلينا نفتح النقاش حول الماراتون الانتخابي الأمريكي ونتكلم في تفاصيله أكثر مش عرفنا هنا وبينورنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية في الأهرام دكتور برحب بحضتك ودائما مش عرفنا ومنورنا طبعا الانتخابات الأمريكية خلاص قابق أو سين أو أدنى شايف الانتخابات دي زي وتأثرها داخليا وخارجيا عليك أولا طبعا صباح الخير عليك وصباح الخير عليك رجائي وأهلا بكم كله طبعا ليه العالم كله مهتم بأمريكا والانتخابات الأمريكية لأنه طبيعي أن أمريكا طبعا قوة كبرى في النظام الدولي أمريكا منخرطة في كل العالم في كل القضايا بما فيها الشرق الأوسط يعني تكلمنا عن لبنان أمريكا متواجدة في فلسطين في إيران في الصين في أوكرانيا وبالتالي نتيجة الانتخابات الأمريكية تؤثر بشكل كبير ليس فقط على الداخل الأمريك ولكن أيضا على قضايا السياسة الخارجية بحكم أمريكا كقوة مؤثرة والقوة الأولى الآن يعني مش نقول الكوة الوحيدة ولكن على الأقل القوة المسيطرة والمؤثرة على السياسات العالمية بالطبع ربما على خلاف الانتخابات السابقة هذه الانتخابات هي انتخابات نسمى يعني حامية الوطيس يعني لا يمكن التنبؤ بمن سيفوز هناك تقارب شديد في الفرص بين المرشحين سواء الجمهوري دونالد ترامب أو الدمقراطية كمال هارس لماذا هذا التقارب؟ أولا في نظرية ما يسمى المزايا النسبي كل منهما لديه مزايا ونقاط ضعف يعني متقاربين في نقاط القوة هذا لديه نقاط قوة في بعض القضايا أو بعض الملفات والآخر لديه بعض نقاط قوة في الملفات الأخر هذا بيجعل الصباق محتدم استطلاعات الرأي حتى الآن كانت تظهر تقدم كمال هارس في الأسابيع الماضية بفارق على أقل من 3 إلى 6 نقاط آخر استطلاع رأي أمس أظهر التقدم دونالد ترامب بنقطتين 47% المقابل 45% لكمال هارس يعني حتى استطلاعات الرأي فيها سيال فيها تقارب شديد يعني دائما هامش الخطأ في حد 4% في استطلاعات الرأي لكن على الأقل بتظهر أن المنافسة محتدمة أن كل منهما لا يمكن أو لا نقول أنه استطاع أن يحسم الصباق مبكرة ربما فيه لو كان مثلا صيغة ترامب بايدن كانت الأمور واضحة أن ترامب تقريبا حسم الصباق ليس الكوة ترامب ولكن لضعف بايدن هذه المرة طبعا هناك نقاط كوة بالنسبة لدونالد ترامب هو لديه ملفات أو يسمى الأوراق الرابحة ما هي الأوراق الرابحة لترامب؟ هي الاقتصاد الرجل هو رجل الأعمال وجاء من خارج المؤسسة يعني رجل أعمال ناجح وهو اختبر فيه الولاية الأولى حكمة من 2016 إلى 2020 هو الأمانة حقا كإنجازات اقتصادية غير مسبوكة في تاريخ أمريكا في أول سنتين بغاية 2018 إلى 2019 وسواء انخفاض معدل البطالة توفير فرص العمل السياسات الاقتصادية النمو الاقتصادي لكن كل هذه الإنجازات طارت أو تبخرت للأسف بعد كورونا يعني كورونا قادت عليه اقتصاديا وسياسيا وبالتالي بسبب سياسات الإغلاق وتبخر وهذا طبعا كان رفض الإغلاق وده أدى إلى خساراته أمام الرئيس بايدن يعني بايدن استغل نقاط دعا في ترامب وفازر السلط هذه المرة ترامب لديه رؤية وضحة في تعلق في الاقتصاد الرجل يعني كما يقولون رجل عمال شاطر أو ناجح يعني لديه فكرة أنه يفرض رسوم حماية على السلع الأجنبية لحماية الصناعة الوطنية فكرة دعم الصناعة تخفض الضرائب هو النقطة الأساسية عنده تخفض الضرائب من منطلق أنه سيخفض الضرائب على الشركات الكبرى وعلى رجال العمال فبالتالي يسهل أو يساعد فيه تنشط الاستثمار وتوفير فرص العام هذه نظرياتها الاقتصادية ولديه رؤية اقتصادية متماسيكة واضحة هذه نقطة نقطة الثانية أيضا من أوراق ترامب الرابحة موضوع الهجرة لأن قضية الهجرة أيضا الغير القانونية هي بتؤرق المجتمع الأمريكي وعلى فكرة هذه القضية مزمنة منذ سنوات يعني لن تحل ولن تحل ولن يحلها ترامب ولا كمال هارس لكن على الأقل ما يحدث هو كيفية السيطرة عليها أو التخفيف من أسار بلغة الأرقام هناك أكثر من 13 مليون شخص غير قانونة داخل الأمريكا داخل الأمريكا منهم 6 فقط 6 مليون دخلوا في عهد بايدن وهذه تمثل نقطة ضعف لبيدن وكمال هارس لأن كمال هارس بحكم أن هي نقيقة الرئيس تتحمل مسؤولية عن زي السياسية ترامب لديه استراتيجية فكرة المنع من المنبع بمعنى وضع أولا وقامة الجدار العازل سيستكمله يعني بدأ فيه في الليات الأولى ثم عقد اتفاق مع المكسيك بحيث أن يتم رجعه للمهاجرين مرة أخرى إلى بلدانهم من أمريكا اللاتينية وغلبهم من أمريكا اللاتينية كمال هارس فكرة الدمقراطيين وفكرة التطقيق في المهاجرين يعني استمح لبعضهم ويرجع لآخر فكرة تقوية نقاط المراقبة والشرطة على الحارس الفدرالي على الحدود يعني الأهم أن الجمهوريين لديهم يعني نقطة قوة أقوى من الدمقراطيين فيما يتعلق بذلك القضايا دي هذي أحد بلفات أو نقاط القوة للترامب ولذلك استطلاعات الرأي فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وإداراتها فيما يتعلق بالقضايا الهجرة ترامب يتفاق على كمال هارس طبعا هناك وركة أخرى سنتكلم عنها تفاق فقط ترامب على هارس قضايا السلسل الخارجي يعني مهقفة من حرب في أوكرانيا وإدارات الحرب في غزة لكن بالنسبة لكمال هارس لديها نقاط مهمة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والصحية يعني فكرة دعم الأسر طبعا لأنك قانون أوباما كير الرعاية الصحية وترامب يحاول ألغاؤهم لفشلة هي تدعم فكرة الرعاية الصحية فكرة الرعاية الاجتماعية يعني تقديم دعم للأسر المتوسطة وما لديها أولاد في المدارس تدعم حوالي أربعة ألاف دولار في العام يعني لديها مشروع لكن كما تعلق بالقضايا الاقتصادية هي قدمت أفكار عامة يعني سوف تدعم الشركات المتوسطة سوف فيما تعلق بالأسعار قالت أنها ستفرض على الشركات تخفيض الأسعار وطبعا هي في النهاية أفكار لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع لا الكلام استهلكي ولكن لا تملك تطبيقه فعليا هل الناخب الأمريكي بقى شايف الكلام ده يعني إيه الحاجات اللي حتأثر على الناخب الأمريكي في أنه يتوجه لي صندوق الاختراع لو كان يعني جزي استخدام فكرة دي وإن احنا نقول أنه هو هيختار أيهم خصوصا إن المال السياسي دخل في الموضوع أهل المسك قال كل يوم حيدي مليون دولار لحد راندملي أو يعني حد عشوائيا من داعمي ترامب بالطبع المال السياسي بيؤثر في الانتخابات الأمريكية يعني في الانتخابات الفاقة الماضية كان حجم منفوق المال السياسي يجاوز 15 مليار دولار ورقم كبير طبعا بالنسبة للانتخابات لكن دائما هناك مثلا يقول معروف المواطن الأمريكي ينتخي بيده على جيبه بمعنى يعني سلم الأولويات القضايا الناخب الأمريكي القضايا الاقتصادية التضخم ارتفاع تكاليف المعيش ارتفاع أسعار المحروقات أو الطاقة وقضايا التأمين الصح والتأمين الاجتماع هذه القضايا للأسف رغم أن الرئيس الحالي بايدن ومعه كامال هارس حقق إنجازات اقتصادية على المستوى الكل يعني مستوى تقليل البطالة توفير فرص عمل تحسين وضع الاقتصاد لكن على المستوى الأفراد لا منعكس بمعنى هناك لأول مرة في أمريكا المواطن الأمريكي بيئن من ارتفاع تكاليف المعيش طبعا مسابل الحرب على أوكرانيا ارتفاع أسعار الطاقة يعني على سبيل المثال جالون البنزيم كانت ب2 دولار ووصلت 9 دولار هذا بيؤثر بشكل مباشر على الناخب الأمريكي وبالتالي الناخب الأمريكي ستتخب سأدى كم سنة دكتور نعم من 2 دولار لتسع دولار في خلال الثلاث سنوات الماضية فقط يعني في عهد بايدن يعني في عهد الأخيرة بعد الحرب الرسولية الأوكرانية وبعد الأزمات المتعددة وبالتالي الناخب الأمريكي سيختار من يقدم له رؤية فيما تعلق به تقليل تكاليف المعيشة خفض على سعر الطاقة يعني هذه القضايا الاقتصادية حل القضايا الاقتصادية هنا ترامب هو الذي الميزة النسبي ويتمتع بهذه الأمور وبالتالي فرص ترامب حتى الآن تبدو أنها المرجح لكن هناك قضايا طبعا يعني المجتمع الأمريكي ليس تكون لوحدة يعني كل شيء لكن الهتمام مشترك بيننا الجميع هو تكاليف المعيشة وارتفاع سعار الطاقة والتضخم هذه مشترك هناك في بعض الولايات بعض الطبقات الأمريكي المجتمع متكون من أولا طبعا أنك الأمريكيين من أصول سوداء من أفريقيا لديهم أيضا مخاوف يعني غالبا هم تقليديا بصوت الحزب الديمقراطي الحزب يرفع شعرات التنوع وهذه الأمور الحزب الجمهوري الذي هي قاعدة صلبة في الألبيد فكرة أمريكا البيضاء لكن على أقل هم بيرون أن كمال هارس مثلا أنها من أصول هندية وإفريقية من جامعيكا ومن الهند وأنها امرأة يعني ذات بشرة غير بيضاء فده بيعطيها ميزة أنها يعني بتعبر عن التكوين المجتمع الأمريكي خاصة أمريكا ترامب في بعض الأحيان تبدو نظرتها عنصرية يعني فكرة الانحياز للبيض ويعني الهجوم لكن على الأقل هذه تمثل أيضا تؤرق أو خوف من سياسات ترامب تجاه الأقليات أو تجاه غير البيض قد تدفعهم الاختيار كمال هارس وهذه الكتلة تحديدا يا دكتور اللي نجحت ترامب في الولاية الأولى طالما احنا اتكلمنا عن المال السياسي من طرحت الموضوع ده وطرحت فكرة المال السياسي فيه موضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان آيلون ماس كان طرح في الولايات المتأرجحة من سوف يقوم بالتوقيع على الوثيقة أو العريضة اللي تدعم دونالد ترامب حيحظى بدعم نقدي فوري يعني بقيمة طبعا توتل أو مجموع ما عرضه اللي هو المليون دولار السؤال هنا هل ده أصلا وفقا لي القوانين الأمريكي هل ده شرعي ولا لا لا وهو قانوني لا مشكلة لا قانوني لا 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 ما فيش فيه مشكلة خالص يعني هو دعم وتحفيز وهذا ستطوع يعني هو بيشجع الانتخاب دونالد ترامب هي بس النقطة المهمة اللي أنت أسرتها فكرة الولايات المتأرجحة يعني النظام الانتخاب الأمريكي نظام معاق بيتم التصويت الشعبي وهذا لا يحسن فيه الرئيس ثم بعد التصويت الشعبي بيسمى حاجة بيسمى المجمع الانتخاب أن كل ولاية في أمريكا لديها ممثلين في هذا المجمع الذي يجتمع فيه كل المندوبين حوالي 538 مندوب وهم عدد مجلس النواب ومجلس الشوخ زي الثلاثة معبرين عن واشنطن العاصمة ومقاطعة كولومبي التصويت الشعبي هو لا قد يحسن الأمور أهم حاجة للتصويت أو الاختيار في المجمع الانتخاب هناك سبعة ولايات متأرجحة أو ستة في هذه المرة هم سيحسنون الانتخابات الأمريكي ولذلك التركز كله على زي الولايات المتأرجحة بمعنى في العرف السياسي الأمريكي هناك ولايات حمراء يعني دائما تصوت للحزب الجمهور وهناك دائما ولايات زرقاء تصوت للحزب الدموكراطي يعني مثلا ولايات الزرقاء كاليفورنيا نيويورك هيزيف كل انتخابات تصوت دائما فيها مضمونة كاليفورنيا لها 55 مندوب حطم على حاجة عددنا السجل الكبير في المجمع الانتخاب نيويورك مثلا ستة وتلاتين هناك ولايات مثل تكسس تقليديا بتصوت للحزب الجمهور لكن هناك ولايات متغيرة بمعنى طارت ان تصوت للحزب الجمهوري مرة اخرى تصوت للحزب الدموكراطي فهي تتأرجح ما بين التغريب هذه هي المعركة الحقيقية بمعنى ان ستة ولايات هناك ولايات تسمى الجدار الازرق او حزام الشمس اللي هي بين سلفينيا وميتشيجان وويسكنسون زي التلاتة ثم هناك ولايات اخرى اللي هي ولايات اريزونا ونيفادا وجورجي هذه ستة ولايات الاساسية لديهم في المجمع الانتخابي تسعة وسبعين مندوب يعني كل ولاية لها خمستاشر ستاشر هم من سحسمون الانتخابات ولذلك كل التركيز والمنافسة بين المرشحين على هذه الولايات لان الولايات الاخرى مضمونة يعني الحزب بلغة الارقام الحزب الجمهوري لديه مية وتمانين مندوب من واحد وعشق من واحد وعشق من تسعتاشر ولاية مضمونين لديها مية وتمانين مقعد وهو ولاية في المجمع الانتخابي يعني المرشح لا يفزل جهدا كبيرا في الدعاية في هذه الولايات الحزب الديمقراطي لديه مية متجمع سبعتاشر مقعد مندوب في المجمع الانتخابي من واحد وعشرين ولاية المجمع أربعين ولاية هل هذا جائز دلوقتي يعني ده اللي جرت عليه العادة لكن هل احنا شايفين طبيعة الناخب بتتغير وطبيعة الأفراد بتتغير وكل فرد بيحب ان هو يبقى مخاطب وأن يداعبه الرئيس المنتظر بوعود تتناسب مع ظروفه الشخصية يعني مش هنقول ان هو طبعا هيمشي على واحد وواحد ولكن الظروف الاقتصادية اللي موجودة وكمان الظروف العالمية واعتقد انها دايما مش بتبقى على قيمة أولويات الناخب الأمريكي هو بيهتم محليا أكتر هو بيهتم بس انه يعني لا يتورطونا في الخارج حتى لا يؤثر على الأسعار عندهم لا أكتر ولا أقل لما بيتم التعامل مع بعض الولايات بسياسة الجمع ان دي ولاية مضمونة هل ده مش ممكن يأثر على يعمل اختلال في ميزان التصويت هو مضمونة بمعنى ان التصويت يعني من يأخذ 50% من أصوات الولايات زي صوت واحد بيأخذ كل أصوات الولايات يعني بيأخذ بكل المندبين في المجمع الانتخاب نزام القامة يعني المطلقة يعني الأمور المشكلة الآن هي كما أنت أشرت فكرة تركيبة الولايات المترجحة تغيرت يعني مثلا الولايات بين سلفينيا وميتشيجن هم لا يستطيع أحد أن يفوز بالانتخابات الأمريكية بدون فوز بهاتين ولايتين لماذا بين سلفينيا وميتشيجن؟ بين سلفينيا يسمى أحد ولايات حزام الصدق بمعنى أنها عندها مشاكل في التصنيع يعني هناك العمال والطبقة العامل لأن معظم الصناعات في هذه الولاية في هذه المنطقة لهذا الحزام كلها خرجت للخارج في الصين في المكسيك يعني اللخص التكلفة العاملة وبالتالي معظم المصانع هناك تعاني من الصدق يعني مغلقة فترامب يخطب العمال والطبقة العاملة أنه سيعود هذه المصانع من خلال فرض رسوم حمائية على الصلب الصيني وعلى السلع الخارجي فبالتالي بدأ يوجه هذه الطبقة ميتشيجن على سبيل المثال هي مهمة جدا لأن هناك أصوات عربية ومسلمين بعدد كبير في هذه الولاية تحديدا هناك أكتر من 100 ألف صوت عربي في هذه الولاية والفوز في هذه الولايات بيكون فرق بسيط بـ 11 ألف 12 ألف يعني كما حدث فيه انتخابات 20 فاز بايدن على ترامب في ميتشيجن بـ 11 ألف صوت فقط وبالتالي هنا الأصوات مؤثرة أصوات العرب والمسلمين هي متأثرة بالحرب في غزة الآن لأن العرب والمسلمين هم انتقدوا ترامب وبسامة كمال هاريس لدعم أمريكا المطلق لإسرائيل في حرب غزة وجرائم اللي بدأ الجامعية كمال هاريس تحاول أن تاخد قطاب متوازن تقلم عن حق تقرير المصير ضرورت وقف الحرب لكنها لا تترجم هذا لأساس عملية وبالتالي ستفقد جزء كبير من أصوات العرب والمسلمين هم لأن يصوتون لترامب بالمناسبة ولكن سيصوتونها بنوع من ما يسمى غير الملتزم يعني لا هذا ولا زي وقد يذهب للتصويت لمرشح آخر مرشح حزب الخضر جينيش ستايل وبالتالي هنا قد تفقد الديمقراطين وكمال هاريس نسبة كبيرة من هؤلاء ده هذه نقطة مهمة يعني تركيبة الأمور مثلا في قضاء الإجهاض ترامب يعرض الإجهاض وبالتالي ولاية الجنوب المحافظين هم يدين ترامب وزواج المسلين وهذه القضايا الديمقراطين منفتحين وكمال هاريس تعيد الإجهاض يعني التركيبة مختلفة فهذه يتمس بعد الفئات بعض القضايا اللي هي القضايا المسمى القضايا الفرعية أو القضايا التالية والغلاء المعيش لأن أمريكا تشهد ارتفاع كبير في تكاليف المعيش حتى الآن حتى الآن أنا في اعتقادي رغم استطلاعات الرأي أنها يعني تظهر التقدم كمال هاريس أو الآن يعني بدأت تنقل بسلاح ترامب لكنها ليست مؤش القضايا الاقتصادية ميزة ترامب فيها بيجعله الأقرب إلى يعني الأقرب فرصه أكبر من كمال هاريس كمال هاريس الآن هي خيار الطراري جاء بعد بايدن لا تملك رؤية ما زالت تعيش في جلباب بايدن يعني لا تملك رؤية السياسة الخارجية قضايا السياسة الخارجية حرب في أوكرانيا الحرب في غزة ولا القضايا الداخلية تقدم يعني عنوين عامة ولذلك بدأ الناخب الأمريكي يشعر أنها ربما لن تكون يعني هل هي قادة أمريكا التي تقود أمريكا وسط حد الداخلية أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها أمريكا العالم يعيش في اضطراب حرب الرسالة الأوكرانية هناك الصين ومنطقة أسيا واحتمالات العسكرة واندلاح حرب فيها الشرق الأوسط الآن واحتمالات الصدام الإسرائيلي الإيراني بمعنى قد ينظر البعض اللي محتاج رئيس قوي يتعامل مع هذه التحديات فكلها ستؤثر في الناخب الأمريكي وفي خيارات لكن اللي لا يحسب المترددون لأن هناك النمط الحزبي من يصوت الجمهورين سيصوت بغض النظر عن أي اعتبار ولكن الفكرة كلها في الأمريكا فكرة المترددين وكيف يأخذ أكبر عدد ثم الولايات المتأرجحة ووصل الأمر حتى الولايات المتأرجحة الستة اللي ذكرناها هناك بعض المقاطعات لا تؤثر لا تكون الولايات لأن نمط تصويت من يفوز بنصف أصوات الولايات يفوز بكل المندوين الانتخابين وبالتالي هي معركة شديدة ستشهد المال السياسي اللعب دورا كبيرا بالطبع والمال السياسي يظهر أكتر في انتخابات الكونجس الأمريكي لأن هناك انتخابات كاملة لمجلس النواب الكامل وهناك سلس مجلس الشيوخ سيتم انتخابه وهناك حكام بعض الولايات يعني أن غدا لنظره لقريب دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بالأهرام شكرا جزيلا شكرا نور زيلا دكتور شكرا مشاهدين فقراتنا لسه مستمرة معكم خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم بقي حلقة أهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا النادي الأهلي توج ببطولة السوبر المصري رقم 15 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6 الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافة بالتعادل السلبي في المباراة اللي جمعتهم على ملعب محمد بن زايد اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر المصري اللي جمعت فريقه أمام الزمالك بملعب محمد بن زايد بالإمارات كمان حقق فريق بيرامدز المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على نادي سيراميكا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة اللي جمعتهم على استاد آد نهيان اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك حصل على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر المصري كمان حصل محمد عواد حارس مرمى الزمالك على لقب أفضل حارس خلال منافسات البطولة حصل طاهر محمد طاهر على لقب هداف كأس السوبر المصري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مكاف بشكل رسمي أعلن عن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في أفريقيا خلال هذا الموسم تصدر الأهل والزمالك قائمة المرشحين للفوز بالجائزة كمان أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024 تصدر الثلاثي المصري أحمد سيد زيزو ونجم الزمالك وثنائي الأهلي حسين الشحات والحارس مصطفى شوبير قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية كمان تصدر المدرب السويسري مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي والبرتغالي جزيجو ميزا مدرب الزمالك قائمة الترشحات لأفضل مدرب في قارة أفريقيا اللي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف فريق منشستر يونايتد الإنجليزي تعادل مع فريق فانار بخشا التركي بنتيجة واحد واحد في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الدور الأوروبي الموسم الجاري 2024-2025 يحتل فريق منشستر يونايتد المركز 21 في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما يتواجد فريق فانار بخشا التركي في المركز الرابع عشر في ترتيب مجموعة الدور الأوروبي برصيد خمس نقاط فريق انتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش فاز على فريق رجاز فوتبولا سكولا من لدفيا بنتيجة واحد صفر في المباراة اللي جمعتهم في إطار مباراة الجولة الثالثة من منافسات الدور الأوروبي بيحتل انتراخت فرانكفورت المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط بينما يتواجد فريق رجاز فوتبولا سكولا من لاتفيا في المركز الثلاثين برصيد نقطة واحدة تنظيم رائع لبطولة كأس السوبر المصري كلنا تبعناه مبارح بطولة كبيرة وقيمت في دولة الإمارات حالة كده تليق بمستوى الكرة المصرية نعرف تفاصيل أكتر عن الأجواء واستعدادات الخاصة وفرحة ما بعد فوز الأهلي بكأس السوبر وأجواء المباراة مع الأستاذ ريدا سليم الناقد الرياضي معانا من دولة الإمارات صباح الخير على حضرتك صباح خير أستاذنا وإن شاء الله صباح جميل على كل أهل مصر وضمع مباركة على الجميع مبارح كانت صهرة كروية جميلة جدا كلنا تبعنا مطش رائع يليق بتاريخ الكرة المصرية الأهلي فاز على الزمالك قولنا كده تحليلك ليه المباراة مبارح الحقيقة المباراة المشي فيها نصف جميلة ورائعة على مستوى التنظيم على مستوى الأجائي الخاني من الفريقين على مستوى الجماهير على مستوى اللمسة الإنسانية أو اللمسة الجمالية بدخول بطل القدوم بأحمل الجندي بالكاس في بداية المباراة رقم واحد شعار المباراة كان الروح الرياضية وده كان أجمل ما في المباراة نحن عارسين اللغة اللي حصل قبل المباراة فطرات والشوات المشي اللي حصلوا لكن في النهاية المباراة قررت بشكل أسطوري الإمارات ملحف في التنظير بالنسبة 100% لكن نتكلم على نواحي فنية نقولي أن الأهلي كان الأكثر في ثلاث أول 27 دقيقة قد مستوى قويس جدا أهضر أربع فرص مؤكدة كمان الزمالية ترجع للمباراة في أخر ربع ساعة وبقى المباراة متكفئة يمكن يصولها لرقلات ترجيح كانت تأكيد على المستوى الفني الرائع أو المتوازن للفريق أجل نقولي أن ثلاث مباراة من أربع مباراة امتهوا برقلات ترجيح يعني نحن نتكلم على المباراة ده حسنا أسألك أستاذ رضا يعني إحنا شوفنا برح مباراة نفس طويل جدا بنتكلم على شوطين إضافيين ورقلات الترجيح عنصر اللياقة البدنية كلافت جدا يعني شايف اللياقة البدنية للاعبي الأهلي والزمالك مباراة إزاي نومة يقعدوا طول هذا المباراة أو طول هذه المباراة بنفس اللياقة وبنفس القدر تأهيدا المباراة المهائية دايما لها حسابات خاصة عند المداريين وعند اللعيبة لأنها مباراة البطولة لعيبة كتير جدا نحمل على نفسهم لعيبة كتير جدا في آخر ربع ساعة من الوقت الاخترطين كانوا وقعوا في الملعب بتاب الإبهاد والضغط وليما شوفنا أداء الزمالك والأهلي في الأول مباراة أو نقول مع برامس والسراميكا ما كانش يرتقل للمستوى اللي احنا كنا نتوقعين لذلك نحن كنا نتوقع نقول برامس كان يصحق لكن أداء الزمالك في ستوبر في المباراة المهائية كان له طعم مختلف خالص على مستوى أداء الفني حتى شوفنا كولر وبوميل يقدموا مستوى فني خارج الخطوط شوفنا أن بوميل يقرأ المباراة كويس ويرجع ويرجع لعيس ويقرأ المباراة وحركها خلال المباراة وده السبب اللي خلق سيطرة الآهل الإسجابيات المباراة تعود من جديد إلى مرحلة التوازن وحجمات مفتوحة أو ملعب مفتوحة وإننا ممكن نشوف عدد كثير جدا من الأهداف لكن المباراة شكل عام خرجت في إطار فني مستاجي أو متكافي إحنا بيقول مبروك للأهل ونقول هرب بك المالك المباراة خرجت بأروع ما يكون على المستوى الفني وعلى المستوى الحرارة سريعا بقى مش عايزين ننسى فوز بيرامدس كمان ببرونزية بطولة كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا كيلو فاترا تحليلك سريعا لهذه المباراة المباراة والأداء الخاص بفريمت خلينا نتفق مع بعض سيراميكا من أكثر الفرق اللي أقدمت مستوى متميز وكانت القصاني الأسود في مبركة متكافأة وكان متقدمين وانتهت بفوز برامدس برامدس كاربية أنا أقصد المستوات الفرق المتقربة بين الأربع الفرق أعطى طعم للبطولة نفسك إيه كانت بتتعامل قد يكون على أهل الزمال في النهائي وبرامدس ووسائق وسيراميكا نفسه على المركز السلس بسوقعات العالمية لكن لما شفنا أداءه في الملعب كل فريق أدى مستوى متميز برامدس عند مجموع اللاعبة أصحاب المعارات العالية يقدروا يفوز بأي مباراة ويقدروا غيروا النتيجة وكانوا متحفرين وتعجلوا ومتازوا برقلات تربيح سيراميكا أدى مستوى متميز على مدار المباراة إجام الأهلي وإجام برامدس نحن في النهاية وطول المباراة إلى رقلات تربيح بتقول أن الكافة متوازية مضوح لرقلات الحظ بالتالي برامدس برامدس تفاة لرقلات تربيح ويستحق الفوز بالمركز الثالث ومجميل بروندسية ونهار دلت السيراميكا أدنت مستوى مشارك بالكرة المصرية يعني مستوى يليق بتاريخ الكرة المصرية كل التحية لكل الأبطال وليعبي الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيرامدس بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ رضا سليم الناقد الرياضي كنت معانا من دولة الإمارات العربية المتحدة خلصت نشرتنا الرياضية لكن كلامنا عن السوبر والأهلي والزمالك لسه مخلصش كلام أكتر معه منه ورجائي وتحليل لمباراة مباحة شكرا لك يا محمد خلينا نكمل كلامنا اللي محمد عبدو كان بيتكلم فيه ونتكلم أكتر بقى عن جماهير النادي الأهلي اللي فرحانة جدا من مبارح وده طبعا بعد ما فارقهم حق البطولة الخمستاشر لي مفوزوا على الزمالك برقلات الترجيح والوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلمي الفارقين احنا شفنا مبارح مباراة محترمة مباراة يعني فعلا من العيار التقيل ما كناش قادرين ان احنا ندور المحطة ولا ان احنا نقعد نريح شوية المباراة كانت على إقاع طول الوقت وعتقد ان احنا محتاجين نتكلم عن تفاصيلها أكتر وعن اللي حصل في المباراة ده هي مننا عايزين سريعا بقى نتكلم عندنا تفاصيل أكتر نسرد الوقائع اللي شفناها والتحليل الفني بيشرفنا ويبينورنا هنا ناقد الرياضي محمد البشاري صباح الخير عليك يا أساس محمد شفت اللوحة دي ازاي الكدر ازاي بكل بقى عناصرها وكل مشتملاتها سواء لعبين سواء مدراء فنيين سواء جماهير سواء تحكيم سواء هنتكلم برضو في الحلقة عن التنظيم الرائع من الإمارات العربية الشخيخة صباح الخير عليك وصباح الخير عليك كل المتابعين والمشاهدين الأول مبروك لنادي الأهلي الفوز بالبطولة الخمستاشر لي في التاريخ المرة الرابعة للتوالي البطولة 153 في تاريخ النادي الأهلي وكلر بيعادل رقم منويل جزيه في السوبر المصري المرة الرابعة بيحقق نفس الإنجاز تكتكيا بقى كولر كان والنادي الأهلي بادئ بتركيز قوي جدا عايز يعوض خسارة اللقب السوبر الأفريقي روح معنوية عالية جدا وتكتكيا بدأ كولر بغير 4-2-3-1 عن 4-3-3 اللي بيعملها كوكا ومروان عطيها في خط النص اتنين ارتكاز ودور طاهر محمد طاهر كان مفاجأة ولكن ليه دور تكتكي كان مهم جدا هجوميا هو مذاكر جميز لعب بعض اكتر من مرة جميز شوية تفوق عليه كل شوية تفوق عليه لكن انبارح كان مذاكر جميز فيه في نقطة فيه صغرى بين بنتايك وبين حسام عبد المجين أنصاف المساحات فدور طاهر محمد طاهر كان بيتمركز فيه أنصاف المساحات في الحتة دي فهجوميا ده كان دور طاهر وكان فايق جدا في البطولة وفي مطر السراميكا سجل هدفين فحب يستغل هجوميا في النقطة دي ودفاعيا كمان مع أكرم توفيق جبهة نادي الزمالك الشمال اللي هي اليمين بتاعة النادي الأهلي فيها بنتايك وفيها ناصر ماهر فعشان ما يبقاش فيه تفوق عددي على أكرم توفيق فكان طاهر محمد طاهر معروف بالدور الدفاعي كمان فيبقى 2 على 2 ما فيش زيادة عددية في الناحية التانية فيه كمان إمام عشور احنا قلنا 4-2-3-1 إمام عشور طاهر محمد طاهر وإحسين الشحات النادي الأهلي بدأ ضغط عالي قوي جدا وده كان معود جماهير النادي الأهلي كولر عليه ولكن لفترة واليقع بدنية والأسباب كتير جدا كان بعد النادي الأهلي عن الموضوع ولكن مبارح ضغط عالي من أول المباراة ضغط على الأطراف وبيوجه ضغط على الأطراف المساحة ما بين الدفاع نادي الزمالك وخط النص فيه مساحة كبيرة حاطت فيها إمام عشور وبيضغط على الأطراف من ناحية يحيطي الله برضو الخروج بالكرة في نادي الزمالك من المسلوسي وعمر جابر مش أحسن حاجة بالضبط خاصة في شرط الأولاني فالضغط من ناحية دي كان النادي الأهلي بيقطع أكثر من كرة وأجلب الهجمات في الشرط الأول جات من ناحية دي أربعة تزديدات انفراضين وكورتين جن في العرض حتى الفولين بتوكورتين في العرض جن من هذه المنطقة المساحة اللي بين الدفاع كرة في القائمة وكرة في العرضة بالضغط كرة في القائمة وكرة في العرضة وانفراد حسين الشحات وكرة اللي وسام أبو علي كان متسايد الشرط الأول كان متسايد وخلينا نقول بالنسبة كبيرة جدا مارس الكولور كان مذاكر نادي الزمالك ولعب على الصغرات اللي قلنا عليها وقفل مفاتيح اللعب في المقابل جميز كان نازل برضو بتشكيل مختلف شوية تركيبة خط النص عند نادي الزمالك كانت مختلفة ممكن ما ساعدتهش بس هو أدرك بعد كده الموضوع وعمل تغيير كان بدري جدا كان بدري جدا نتيجة هو كان في الدرية الثلاثين تقريبا منا ستة وثلاثين من صف أول نصف ساعة تقريبا فهو بدأ في تركيبة خط النص زياد كمال وقدام محمد شحاته وعبدالله السعيد على أساس عبدالله السعيد يبقى صانع لعب قدام وناصر ماهر كان هو الوينج الشمال وزيزو الوينج اليمين دي ما ساعدتش زي ملك في الخروج بالكرة مع الضغط العالي القوي جدا للنادي الأهلي اللي كان بينفزه في بداية المباراة والشوت الأول أطع أكتر من كرة وهدد أكتر من فرصة زياد كمال خد انذار جميز استوعب أن فيه خطأ في الحتة دي فيه صغرة في الحتة دي أنا شعرف أخرج بالكرة وزياد كمال مش هيقدر أنه هو يعني مهدد بانذار تاني وطرد لسه بدري قوي واخد انذار تدارك أخطاءه جميز بسرعة جدا وده شيء يحسب له كويس جدا طلع زياد كمال ونزل مشلاك مشلاك حطه في مكان ونزل رجع تاني ناصر ماهر في العمر ناصر ماهر ورجع عبدالله الصعيد يبدأ أنه يقرب من دفاع نادي الزمالك عشان يعرفه يخرج بالكرة وعبدالله الصعيد من أكتر لعيبة في مصر لتقدر تحت ضغط تلعب وتخرج بالكرة وبقى السلاسي عبدالله الصعيد وناصر ماهر وريمين من بعض يعملوا أوفرلود ويبقى فيه بساط يقدروا يخرجوا بها بالكرة والتين كويرة يعني بالضبط ويزيزوا يقرب منهم بقى الشكل اكتلف نوعا ما في الشط الأولاني في آخر الشط الأولاني بعد التغيير ده والكرات السابتة طبعا الزمالك مميز بيها جدا والكرة يمكن الهدف المالغي بداية التسلل كان من كرة سابتة من بعدها المباراة رجعت شوية متكافأة رايحة جاية النادي الأهلي كولر عمل برضو بعض التجارات طار محمد طار للإصابة وكوكا قدم مباراة كبيرة جدا لما نيجي نقول الشط الأول ممكن نسميه الشط الفرص الضائع سواء بالنسبة للفريق الأهلي أو للزمالك الزمالك زعلان على الجنل اللي ما تحسبش والأهلي كان حقيقي مجنبه التوفيق تماما في التزديد كولر النجح تماما أنه هو يوصل عيبته للمرمة خليه أقول لك الإحصائية النادي الأهلي سدد 22 تسديدة مقابل 10 تسديدات لنادي الزمالك 22 تسديدة لنادي الأهلي منهم 11 في الشط الأول و11 في الشط الثاني نادي الزمالك سدد 10 تسديدات منهم 8 في الشط الثاني و2 في الشط الأول ففيه تباين بين أداء الزمالك في الأول والتاني والأهلي تقريبا نفس الأداء فرص ضائعة من الأهلي في الشرط الأول كان ممكن يخرج بثلاث أربع أهداف الزمالك كمان الهدف الملغي لو فرقت على التسلل كان ممكن يسجل هدف توقيت هدف الزمالك كان هيفرق جدا مع نادي الزمالك بداية المباراة انفراد حسين الشحيت برضو لو تسجل كان هيفرق جدا عدم توفيق يحيى عطي الله في الكرة اللي جات في العرضة وحتى بتاعت وسام أبو علي في الكرة اللي جات في الآيم أداء رائع جدا من عواد صد أكثر من كرة نجم نادي الزمالك لول عواد يمكن ما كان المباراة وصلت لضربات الترجيح في نقطة كده يعني أثرت انتباه وكل اللي اتفرجوا على الماتش بارح فكرة ان انت بتلعب دي امية وعشرين وانت بتلعب ورجلك ثبتة وبتلعب وهجمة هنا وهجمة هنا فرصة هنا فرصة هنا مش سريع جدا ما فيش حتى وقت للتقاط الانفاس احنا كمتابعين كنا بننهج واحنا بنشوف هجمة هنا وهجمة هنا وإثارة فوق الوصف فكرة اللياقة دي وإحنا على فكرة احنا في أول الموسم بزبط دي ازاي كلا المدربين الفنين وتحديدا وظيفة مدرب الأحمال او مخطط الأحمال في كلا الفريقين ازاي الليعبوا عليها واشتغلوا عليها ازاي ما انت قلت احنا كمان في بداية الموسم دي حاجة مهمة جدا فمباراة وصلة لعبين وعشرين دقيقة وفي الفرقتين لسه لعبين مباراة قابليها عشان يتأهلوا للنهاية ده يحسب جدا ليه مدرب الأحمال والتدريب الخططي والبدني وعشان كده كان فيه روتيشن يعني النادي الأهلي في المباراة بتاعت سراميكا ما لعبش بكل ال كان فيه أفشة من الأول كان فيه طاهر وعشان كده برضو شفنا إجهاد يعني طاهر محمد طاهر طلع للإصابة ونزل برسيتاو ونزل برسيتاو فيه روتيشن من النادي الأهلي عملوا في مباراة سراميكا ما بين سراميكا والزمالك عشان يوزع الجهد بالضبط والضغط العالي للأهلي عملوا في بداية المباراة أول يمكن 40 دقيقة ده مفيش فريق في العالم بيقدر يلعب 90 دقيقة ضغط عالي خلينا نقول فقسم المباراة كولر ده حاجة برضو تحسب له تجارات كولر يمكن جات متأخرة شوية بس هو حاطت في اعتباره أنه ممكن يوصل 120 دقيقة فالعيبة اللي هتنزل برضو يبقى ليها وقت نادي الزمالك كمان بدنيا كان واقف على رجليه ما استهلكش كتير في الشوت الأول فقدر أنه هو في مخزون بدني في الشوت التاني قدر أنه هو يستفيد به كان ينا برضو نقول اه احنا في الداية الموسم بس الأهلي والزمالك لعبه في أفرق في البطولتين المختلفين ولعبه في السوبر فرجليهم لسه في المرعب بعيدا عن سراميكا مثلا لسه ده أول يوم تعتبر مباراة كانت الرسمية فيه فطبعا العامل البدني كانت مباراة رائعة والفرقتين قدروا أنه هو يوصل 120 دقيقة بنفس الأداء ونفس الحماس حتى اللعيبة اللي نزلت قدرت أنها كمان تقدم إضافة صحيح فكرة الحفاظ على سبيرت طول المباراة وأن كان فيه نوع من أنواع القتال يعني كل واحد مستقتل يا إما في الهجمة اللي بيعملها يا إما في الدفاع اللي بيدفعه ده هو اللي وصلنا لل120 دقيقة وهو ده اللي وصلنا لضربات الترجيح وبعد ضربات الترجيح ضربات الترجيح هل ده هو اللي وصلنا لهذه المباراة الممتعة اللي كنا قاعدين من نتفرج عليها طبعا ماتش أهلي وزمالك في كل أحوال في الدوري في الكاس ماتش ودي حتى هيبقى فيه روح وقتلية ده ما فيهاش كلام كمان لما تكون بتلب على بطولة بطولة سوبر أكيد فيه فيه روح قتلية كبيرة جدا مع التكتك كمان لسه العبين هم نفس الفرقتين مباراة السوبر الأفريقي وفاز بها نادي الزمالك فدوافع نادي الزمالك كبيرة جدا أنا أكد سيطارتي وفوز باللقب التاني وأكد سيطارتي واستقراري النادي الأهلي عايز يعوض الهزيمة في السوبر الأفريقي فليه دوافع أخرى فأهلي وزمالك بكل الدوافع دي مع التكتيك مع الروح المعنوية اللي كانت عند اللعيبة طلعونا اللوحة الفنية الجميلة جدا في المية وعشرين دي أو في ضربات الجزاء اللي كانت في منتهى الإصارة كرة رايحة شوية الأهلي خلاص قرر بيكسب شوية إزاي مالك فضله كورتشي كبيرة لو دخلت يفوز فحتى في ضربات الجزاء كانت إصارة جائدة جدا عواد عمل اللي عليه الشناوي عمل اللي عليه فكل اللوحة فنية فعلا متكملة يعني مباراة احنا تقريبا نقصدنا دي قبل ما نروح لمجازة التاسعة عايزين بقى نطلع برا الفنيات ونتكلم شفت الكدر إزاي من برا احنا نتكلم على هي مش بس مباراة ومتعة فنية ماننا نتكلم كمان في متعة على نطاق وصياق الروح الرياضية ما بين الفراخين التنظيم اللي كان أكثر من رأى التنظيم أكثر من رأى أعزائي انت بتقول دولة الإمارات عملت تنظيم جيد جدا كمان اللعيبة قبل المباراة وداخل المباراة شفنا إمام عشور المسلوسي في اللقطة الشهيرة الروح الرياضية جيدة جدا بعد المباراة حتى في التتويج النادي الأهلي بحي نادي الزمالك هو رايح يستلم مدالية الفضية فصورة متكاملة في كل أحوال احنا نتمنى ان هذه المباراة يعني دائما نشوف هكذا يعني مباريات بتجمع ما بين قطبي الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد البشاري صباح الفل عليك وشكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين الساعة دلوقتي تسعى بتوقيت القاهرة معنا مع موجز الأهم الأنباء مع محمد عبدو تفضلي محمد شكرا لكي منا التسعى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية المتزايدة لتجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول ويعكس كذلك الحرص على تكثيف التشور والتنصيق مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق المصالح المشتركة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بقمة تجمع بريكس بلس المنعقدة بمدينة قازان الروسية كما أكد الرئيس السيسي أن اجتماع بريكس يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزعات والسياسات الأحادية كما أضف السيد الرئيس أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الرائنة قال مصدر أمني مسؤول إن وفدا أمنيا مصريا وعسكريا رفيع المستوى التقى رئيس الموساد ووفدا من الشباك في إطار الجهود المصرية المكثفة لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار بالمنطقة وشدد المصدر المسؤول على أن مصر أكدت للوفد الإسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال القطاع وحذرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة عملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مربعا سكنيا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة والذي يشهد عملية إبادة وتطهير عرقي منذ عشرين يوما هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة 150 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال في قصف طائرات الاحتلال لعشرة منازل في منطقة الهوجة وسط مخيم جباليا مشيرة إلى أن المواطنين في المنطقة المستهدفة أطلقوا نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحة إلا أن تواقم الإسعاف والإنقاذ واجهت صعوبة في الوصول إلى المكان بعد أن عطل الاحتلال عملها شمال القطع استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان عدد من المباني في اثنين من أحياء المنطقة وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربية الإسرائيلي شن غارة جديدة على منطقة الشويفات العام روسية وضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر ضاحية بيروت الجنوبية في الأسابيع الأخيرة فضلا عن غارات عنيفة شنها على العاصمة ومناطق مختلفة من لبنان التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مسؤول صندوق المشروعات المصري الأمريكي وقال الخطيب إن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية التي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص لافتا إلى أن هذا التحول يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات جيوسياسية هائلة حيث تركز الحكومة على تبني المزيد من الإصلاحات الهيكلية وشهد اللقاء استعراض فرص ومقاومات الاستثمار بالسوق المصري وتطورات الاقتصاد المصري إلى جانب جهود الحكومة الحالية لتوفير المزيد من التسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية رياضياً توج الأهل بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة سبعة ستة بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف كان الأهل قد تأهل لنهاء السوبر المصري بعد فوزه على فريق سيراميكا كيلو باترا بنتيجة اثنين واحد فيما صعد الزمالك بعد تغلبه على بيراميس بركلات الترجيح بنتيجة خمسة أربعة بهذا التتويج يبدأ الأهل الموسم الجديد بإحراز لقب هام قبل مباراته المرتقبة أمام العين الإماراتية الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي وذلك في الدور الثاني من بطولة كأسة انتر كونتنينتل انتهى موجز التاسع عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل الإخلاص في العمل واحد من أهم الحاجات المطلوبة مننا كلنا ومطلوب من إنسان أنه يهتم بيها يمكن عشان فعلا نقدر نقدي عملنا على أكمل وجه ويكون فيه إخلاص وده طبعا بيترتب عليه أن يكون فيه قناعة ويكون فيه باركة في رزق الإنسان اللي ربنا بيرزق به سواء كان رزق ده يومي أو شهري أهمية الإخلاص في العمل والقناعة في الرزق ده أعتقد واحد من الحاجات اللي حنتكلم فيها ده حقيقي ده يا منا حنتعرف كمان على هذه المفاهيم مع ضيفنا اللي مشرفنا وي اللي منورنا فيه رسيديو الشيخ بلاي الخضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضيلة الشيخ يا صباح الخيرات مشرفنا دائما ومنورنا صباح الفل يا فندي ما عليك وعلى الجمهور الكريم عايزين نتكلم على مفهوم الإخلاص بشكل عام سواء في الدين أو في العمل ومفهوم بها الإخلاص من القرآن ومن السلطة النووية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ولا سيدنا رسول الله وبعد في البداية بحي حضرتكم على هذا الموضوع الهام باعتباره من الحاجات الأساسية في الواقع المعيش اللي احنا بنتعامل به مع بعضنا وبنحسن بي علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى الإخلاص كلمة مهمة جدا ربما بنشوفها على أنها عنوان كبير يعني مش عارفين نوصله وصعب علينا الإخلاص هو أن الإنسان مننا يستشعر رقابة ربنا عليه في كل حاجة ويؤدي كل حاجة بيعملها لله سبحانه وتعالى يعني سواء كان عبادة أو عمل أو معاملة بيعملها لله سبحانه وتعالى بعيدا عن رقابة فلان أو عن رؤية فلان أو غير ذلك وده مفهوم كبير شوية ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين فالحياة بما فيها كلها لله سبحانه وتعالى سواء الصلاة أو العبادة عموما والحياة بالعمل والنوم والأكل والشرب وكل التفاصيل لله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالإخلاص هو أن الإنسان ينسى أن البشر متابعينه أو شايفينه ويستشعر مراقبة ربنا سبحانه وتعالى يحضرني يا فضلت الشيخ حديث أو الحدثة اللي حصرت لصلي فإنك لم تصلي لما أمر رسول صلى الله عليه وسلم أحدا للصحابة أنه يعيد صلاته منه أكتر من مرة وفي كل مرة يقوله يقوله صلي فإنك لم تصلي وكثير من النصوص اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر وحض على الإخلاص وقال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه الكريم وربنا سبحانه وتعالى في أكتر من آية النهانة عن الشرك والشرك بمفهوم شرك الأصغر الشرك الأصغر بمفهوم اللي هم تكلم عليه هو إن إحنا نعمل حاجة لحد تاني غير ربنا لأي حد تاني غير ربنا ولأي غرض تاني غير ربنا سواء كان الغرض دارياء عشان خاطر الناس تنظر لي أو سمعة أو شهرة أو حاجة يعني أنا عايز بيها مقصد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا ده الإنسان يوصل له إزاي يوصل له بأن يجاهد نفسه سيدنا الفضايل ابن عياط بيقول العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما وترك العمل لأجل الناس رياء إن الواحد أنا مش هعمل دي عشان خاطر الناس ما تقولش علي هو الإنسان يتحرر من رقبة الناس يعبد ربنا سبحانه وتعالى على إنه أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو ده ما فهوم الإخلاص إن ربنا شايفني في كل لحظة شايفني فإذا كان البشر مش متابعيني ومش شايفيني ومش ياخدين بالهم مني فربنا سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نأم طيب يعني لما نيجي نقول هل في علاقة بين الرضا وبين الإخلاص يعني فيه ناس تقوم قيلة ما أنا يدوب على قد فلوسهم أنا حعمل شوية دول كده على قد الفلوس بتاع أنا حاجة بتأخر نهاردة وما جراش حاجة وحلو كده واليوم متقضى وكده كل واحد لو راضي بحاله ومقتنع إنه هو ده رزق من الله سبحانه وتعالى وده ملوش أي علاقة بالسعي يعني نسعى أن احنا نتحسن ونسعى أن احنا يجينا رزق زيادة ونسعى أن احنا نترقى وكل حال ولكن أشتغل أيا كان الشغل المطلوب مني وأيا كان الأجر من ارتضى الأجر فعليه العمل نعم هو فيه ارتباط وثيق جدا بين الإخلاص والقناعة والرضا لأن كل من كان مخلص المخلص ده مش بيراعي الناس ومش بيعمل عشان الناس ومش بيشتغل في وظيفته أو في مكانه عشان خاطر الناس وبيشتغل عشان خاطر تدير سالة ودي مهمة وربنا سبحانه وتعالى اللي أمروا بكده فبيشتغل مخلص لله سبحانه وتعالى طالما تحقق عنده الإخلاص مباشرة هيبقى عنده قناعة ويبقى عنده رضا ليه؟ إنه أدى ما عليه وهو عنده يقين أن ربنا قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء أي إن كانت الشغلان أي إن كانت الشغلان يعني حاجة بسيطة حاجة كبيرة حاجة فريقة في حياة الناس حاجة عادية جدا في كل الأحوال لازم تتقدى كويس؟ أي وظيفة كانت أو أي عمل كان صغير أو كبير فرب عمل صغير تعظمه النية إن حاجة صغيرة خالص وربنا سبحانه وتعالى يعني يحثنا على ذلك وسيدنا النبي بيبين أن أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن كان قليل فالحاجات الصغيرة والأعمال الصغيرة وفي ناس حاسة أن الكلام ده مش ليهم ليه؟ لأنه ده حاجات كبيرة يا مولانا لا مش ده في كل شيء في كل شيء كل ما كان العمل خالص لله سبحانه وتعالى كل ما كان فيه داخل الإنسان قناعة بأن أنا عملت اللي علي والباقي مش بتاعي عملت اللي علي وربنا سبحانه وتعالى هو اللي وعبني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهو اللي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلى مستقرها ومستودعها وهو اللي قال وقدر فيها أقواتها فربنا اللي قال كده وربنا سبحانه وتعالى اللي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ويقسم بعدها بعد ما قال رزقكم في السماء مش في الوظيفة ولا غيره أنت تعمل بس اللي عليك بخلص لله سبحانه وتعالى اكتهد في الأسباب والباقي ما تشغلش بالك به يعني خد بالأسباب والباقي ده بتاع المسبب سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون زي ما بتتكلم كده بزرط ففي ارتباط وثيق إن كتير من الناس عنده إشكالية في النقطة دي إنه هو مش بيقدل عليه بالشكل المطلوب وفي نفس الوقت عايز كل اللي ليه بأزيد من المطلوب أو بأزيد من المتحلي وده دي إشكالية كبيرة في مفهوم الإخلاص الناس فاكرة إن الإخلاص ده في العبادة بس أنا في المسجد أنا في المسجد بقى مخلص لربنا سبحانه وتعالى وحاول أكون مخلص يعني ومفهوم الإخلاص أكبر من كده خالص مفهوم الإخلاص في كل أمور الحياة وربنا سبحانه وتعالى في كل المعاملات الحياتية أمرنا بالإحسان ففيه فرق بين أداء العمل وبين إحسان العمل الأداء العمل ده كل اللي من قديه الموظف اللي هو بيجي ومفروض يجي الساعة تمانية ويمشي الساعة اتنين بيجي تمانية اللي خمسة ويمشي اتنين وخمسة هو كده جيه في الوقت المطلوب أنت جيته إيه بقى؟ هو أنت جيته هو أقدم صالح للناس وللأة وراعى حق العمل عليه وأدى حق ربنا عليه وأتقن العمل بتاعه وللأة دي قصة تانية خالص عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما كانت جيت دايما في الآيات القرآنية وحديث سيدنا النبي بيتكلم عن الإحسان مش أنك تيجي وتأدي زي أي حد يأدي أنك تحسن وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إن الله لا يضيع أجر مش من عمل من أحسن عملا اللي هو كان أعلى إنتاجية اللي هو عمل العمل خالص لله سبحانه وتعالى اللي هو أدى رسالته مش اللي هو جيه قضى وقت وعلى أدى فلوسهم زي ما حضرتك بتقولي أو اللي هو كان بيتزرع بحاجة عشان خاطر ما يعملش المطلوب منه طيب فضلت يا شيخ حاجة مهمة إزاي وفضيلة الإخلاص في العمل والوصول وإحنا زي ما فضلتك ذكرت يعني نحن نتكلم فقط على الإخلاص في العبادات ولكن كمان الإخلاص في العمل والمعاملات خاصة في الوظائف اللي هي بتمس مصالح الناس طبعا طبعا السؤال هنا إزاي نربي النشأ الصغير على فكرة الإخلاص في العمل وفي مقابلها عدم رياء الناس في الحقيقة ده سؤال مهم وده مهمة خطيرة إن إحنا نربي جيل أبناء ده على إنه هم يبقى عندهم رقابة ذاتية يبقى تربية الضمير الشخصي يبقى هو بيعمل مش عشان خاطر خايف من بابا أو خايف من ممطو أو خايف من المدرس أو خايف أو خايف وبيعمل لأنه مقتنع بده وبيعمل لأن ربنا طلب منه ده ومقتنع أن ربنا طلب منه ده في القصة المشهورة اللي هي إن واحد من المشايخ طلب إدى لكل ولد من الأولاد طائر وطلب من كل واحد منهم يدبح الطائر بتاعه في مكان ما حدش يشوفه فيه فرح كل واحد منهم يدبح الطائر بتاعه في المكان في مكان بعيد يعني ورجع ولد من الأولاد بالطائر بتاعه زي ماه فقال له مدبحتش ليه فقال له أنا ملاقيتش مكان محدش شايفني فيه فالولد كانت عنده دي كان متربية جواه فقال له ليه قال له كل ما اروح مكان استشعي ان ربنا شايفني وانت قلتلي محدش شايفك فخلاص مش لاقي مش لاقي دي فكان دي مهمة جدا عند الولد ده فالشيخ عرف ان الولد نجح في الاختبار وان التربية دي فرقت معاه انا عايز اسأل سؤال هنا ده بقى الاخلاص ده طبع ولا تطبع يعني هو الولد بطبعه مخلص ولا نتاج التربية اللي عملها لان هو اعتقد ان بقى الاطفال عملوا المطلوب منهم بمنتهى الاخلاص وسعوا جدا انهم يعملوا المطلوب منهم فالسعي ده اكيد هم اتدربوا عليه علشان يقدروا يوصلوله ولكن هذا الطفل ايوه هو خدد جرعة يعني اعتقد ده شيء نابع منه هو شيء نابع منه تم تحفيزه من قبل الاهل والاسرة بان فيه ربنا سبحانه وتعالى يرانا مطلع علينا دائما ربنا اني مش مش شرط اني طالما البشر مش شايفيني يبقى انا كده خلاص محدش شايفني الرقابة الذاتية عند الانسان والرقابة الالهية واستشعرها دائما ان ربنا سبحانه وتعالى دائما رقيب علينا في كل امور حياتنا ده بيعطي للعمل استمراري يعني ده بيعطي للعمل استمراري وده بيخلي كمان وده من التأثيرات الايجابية للاخلاص ان العمل اللي فيه اخلاص بيستمر ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل والنمازج على كده كتير جدا وكمان اللي عنده اخلاص نقطة مهمة جدا بيلاقي تأييد في اوقات الشدائد والمحن من الله سبحانه وتعالى بيلاقي ربنا سبحانه وتعالى معاه في وقت الشدة فمن كانت للاخرة تهمة جعل الله غناه في قلبه وجاءته الدنيا وهي راغمة وقصة بتاعت التلاتة اللي كانوا ماشيين في الصحرة والدنيا مطرت عليهم مطر شديد فدخلوا يحتموا في غار فانكفأ عليهم من الغارة سد فكل واحد قاله نعمل ايه كل واحد يشوف عمل عمل لله مش لحاجة تانية عمل خالص لله يدعي ربنا به يمكن ربنا يفتح او يفرج عننا ده فكل واحد منهم جاب قص جاب حاجة عمل عمله فكل واحد كان ما بيدعي ربنا يقول يا رب إن كان العمل ده خالص لوك الكريم فرج عننا فتنفرج الصخرة فكان الإخلاص معهم هنا كان الإخلاص معهم هنا في وقت الشدة فإن ربنا سبحانه وتعالى ما بيسبش حد كان متقي ومن يتقي الله يجعل له مخرجة ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسر وكمان حتى كمان يعني مصداقا لقولك فضلت الشيخ حتى كمان في الأعمال الخير الواحد يجي يوم القيامة يلاقي عنده أعمال مثل جبل أحد وهو يكون مثلا تصدق بشق تمرة المعاول هنا الفرق هنا هو الإخلاص نعم حد من السلف الصلاح بيقول ما سبقكم أبا بكر وعمر والصحابة بكسرة صلاة ولا صيام ولا عبادة ولكن بشيء وقر في قلبهم هو أن نخلي الحياة كلها خالصة لله سبحانه وتعالى فأنا لما بشتغل أنا بشتغل لله سبحانه وتعالى عشان ولما بنام بنام لله سبحانه وتعالى ولما بأكل نخلي الحياة الطبيعية دي اللي هو أنطبق فيها المعنى بتاع الآية الكريمة اللي قلناها في بداية اللقاء قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي أخلي الحياة كلها لله هروح ألاقي أجر كتير جدا على حاجات كنت أعملها عادية وناس ياما كانوا عاملينها عادية بس أنا خدت عليها أجر لأن كل حاجة في الدين ده سيدنا النبي قال تبسمه في وديه أخيك صدق فده حاجة ده صدق لما أنوي بقى وعمله لله يبقى أنا كده بأخذ صدق والكلمة الطيبة صدق وجبر الخاطر صدق ده أنا بتكلم على الحاجات اللي بدل الله تكلفه شيئا أضعف الإيمان يعني بس الشيخ بالله إحنا مجوزين على الأرض يعني ما إحناش عايشين في المدينة الفاضلة إزاي الواحد يقدب نفسه ويجبر نفسه على إنه هو يتدرب على في بعض الأحيان مش مخلص ولكن نيته إنه عايز يعملها لأن إحنا عارفين إن إحنا مضغوطين وضغوط مادية وضغوط في الوقت وقد في بعض الأوقات أو في كثير من الأوقات لن نحسن العمل إزاي نقدب نفسنا ونربي نفسنا إحنا قبل ما نربي أولادنا على إن إحنا نبقى مخلصين في شغلنا في الحقيقة سؤال مهم جدا إنه الإنسان بيجاهد نفسه دايما إنه الإنسان ما ينفعش يسيب نفسه بماشي أكد بيجاهد نفسه اللي هو إيه كل عمل بعمله أنا أشتغل النهاردة عشان كخاطر رضا ربنا سبحانه وتعالى أنا هطلع النهاردة أزور فلان هطلع النهاردة أود فلان المريض الفلاني هتصل بفلان لله سبحانه وتعالى فحلقي كل شوية بنسى فحد يذكرني أو أنا أذكر نفسي إنه دا لله إنه بعمل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى بعمل ده مخلص لله سبحانه وتعالى مش رياء ولا سوم على إن اللي بيعمل للناس بعد فترة الناس نفسها هتتنسى اللي عمله وبعد كده هتلاقيه هتعوز أكتر منه كمان هتعوز أكتر وحينسوا ويعملوا بمعاملة عكسية فدايما اللي بيعامل الناس أو بيعمل الخير للناس عشان خطر الناس فيلاقي الناس بتعملوا معاملة عكسية فيحصلوا إحباط ومش يعمل الخير تاني وما يستهلوش لو عملتوا لله هم بقى قبلوا بالإساءة قبلوا بالإحسان هم قبلوا ما قبلوهش أنا عملتوا لله هم مش فرق معايا هم ردهم إيه فدي نقطة مهمة المجاهدة اليومية إنه الإنسان كل يوم كده يرجع نفسه أنا عملت لله ولا أنا أعمل دي ليه أنا عملتها عشان خطر إيه فدي نقطة مهمة جدا وإحنا بندرب نفسنا عليها قبل بندرب أولادنا عليها شكرا شكرا جزيلا فضيلة الشيخ بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية شكرا شكرا جزيلا شعرفت وساعدت بحضراتكم مشاهدينا فخراتنا مستمرة خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم فخرتنا الأخيرة النهاردة في صباح الخيري مصر مبارح اختتمت دول مجموعة بريكس فعالياتها اللي عقدت في مدينة كازان بروسيا الاتحادية على مدى 3 أيام وده بمشاركة 36 دولة وطبعا على رأسها مصر بحضور سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي احنا شفنا زخم كبير وشفنا حضور كبير من دول مختلفة لقيمة البريكس كانت حاجة يمكن أظهرت قد إيه الظهور القوي للاقتصاديات الجديدة وطبعا كمان شفنا البيان الختامي صحيح البيان الختامي كان مهم جدا انطوى على عدد من المشاريع لتسهيل التجارة ما بين دول الأعضاء في البريكس من ضمنها نظام دفع بديل للدولار سنعرف أكتر عن مشاركة مصر عن الأبرز القضايا السياسية والاقتصادية من طبعا الكاتب الصحفي جمال رائف اللي مشرفنا ومنورنا هنا في الستوديو السيد جمال الصباح الخيرات عليك يجب أن نعرف بقى هذا قرأت إزاي شفت إزاي تابعت إزاي دور مصر القوي وطبعا بيان وكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في البداية صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل سادة مشاهدين يمكن بداية أن يجب أن نشير أن الطريق إلى البريكس لم يكن سهلا يعني نحن اليوم نتحدث عن إنجاز كبير للغاية على الصعيد السياسي والديبلوماسي والاقتصادي حقاته الدولة المصرية من خلال تواجدها كعضو الأهم في البريكس ولكن علينا أيضا أن نعود إلى الخلف عشر سنوات ونتذكر أن هذا الإنجاز على صعيد تموضع مصر خارجيا في هذا التكتل الاقتصادي البالغ الأهمية لم يأتي ولم يتحقق إلا بإرادة الدولة المصرية أن تبقى وأن تكون موجودة وأن تستقر داخليا وأن تعيد بناء دولتها والتنمية المستدامة في الداخل المصري والتماسك الداخلي وعادت ركائز الدولة المصرية داخلهم يعني عوامل كثيرة على الصعيد الداخلي الإصلاح الاقتصادي الداخلي البنية اللوجستية العملاقة التي حققتها الدولة المصرية إذن كان هناك خطوات وسبق هذه الخطوات في الحقيقة أيضا مجابهة الفكر المتطرف ومجابهة الإرهاب والتضحيات الكبيرة التي بذلت من أجل هذا الأمر إذن الدولة المصرية اشتغلت خلال العشر سنوات الماضية بشكل كبير جدا مما جعلها الآن تتموضع وتكون موجودة داخل المجتمع الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا بهذا الشكل الذي يجعلنا الآن نفخر بالتحركات المصرية وبالتواجد المصري وبالتالي الطريق إلى البريكس كان به الكثير من المجود وطبعا توفر الإرادة السياسية منذ البداية بقرارات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على كافة المصارات التي تحدثنا عنها وأيضا الإرادة الشعبية التي سندت هذا القرار السياسي وعملت على أيضا يعني تدعين التماسك الداخلي والعمل على أيضا أن نصل إلى هذه المرحلة الغير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية في التموضع الخارجي في واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية في العالم هذا الشق الشق الآخر فيما يتعلق بالتواجد المصري في هذا التجمع طبعا نحن نتحدث عن حدث تاريخي بكل المقيس لأن نحن نتحدث عن القمة الأولى لتجمع البريكس التي تحضرها الدولة المصرية كعضو في هذا التجمع ويحسب طبعا لأسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أول رئيس مصري يحضر قمة البريكس ومصر عدوا في هذا التجمع وبالتالي هي أيضا لقطات تاريخية يجب أن ندرك أننا شواهد عليها أو شهود عليها وبالتالي الجيل الحالي هو شهود أيضا على بعض الأمور المهمة للغاية هذه نقطة فيما يتعلق بالقضايا التي تناولتها الدولة المصرية في هذه القمة فسوف نجد أن كلمات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في الجلسة الأولى أو في الجلسة الثانية كلمات مترابطة مع بعضها البعض لم تكن الكلمة الأولى منفصلة عن الكلمة الثانية بل كانت الكلمتين مرتبطان بشكل أساسي من حيث القضايا ومن حيث الاهتمامات وبالتالي اتحدى السيد الرئيس في الجلسة الأولى عن فكرة النظام الدولي بشكل عام وعن أهمية تعددية الأقطاب أو تعددية الأطراف والحفاظ على الأمم المتحدة وعلى نظام متعددة الأطراف وغيرها من الأمور ومن ثم نجد في الجلسة الثانية أيضا الحديث عن نفس الأمر ولكن الطرق أيضا للقضايا المزعزعة بقى لاستقرار النظام الدولي ولكن لماذا تحدث سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القضايا ونحن نتحدث عن أيضا أمور اقتصادية لأن لا يوجد اقتصاد مستقر لا يوجد تنمية ما بين دول بريكس أو غير دول بريكس لا يوجد اقتصاد عالمي وإقليمي مستقر دون تحقيق استقرار إقليمي ودولي في هذا التوقيت الراهن لهذا تحدث سيد الرئيس في بداية كلماته عن الوضع الإقليمي والدولي الراهن الذي يشهد الكثير من المصاعب في التوقيت الراهن لأن هذه الصعوبات بتؤثر على الاقتصاد يمكننا حتى في الداخل المصري الآن أصبحنا نستشعر هذا الأمر يعني حينما نتحدث الآن عن انخفاض إرادات قناة سويس لماذا؟ لأن الاضطرابات الإقليمية حققت هذا الأمر وبالتالي هذا ينطبع على كل دول العالم كل دول العالم تتأثر الآن واقتصادية تتأثر بما يحدث في الصراعات الدولية والإقليمية وبالتالي كان هناك حديث سواء على صعيد القضايا المهمة التي تدعم الاستقرار الدولي والإقليمي وكان على رأسية طبعا القضايا الفلسطينية ما يحدث من مخاطر لإنتساع دائرة الصراع وصولا للبنان وغيرها من نقاط وكثير من القضايا أما على صعيد القضايا التنموية فسوف نجد أن القضايا السياسية المصرية يعني دائما في أجندة السيد الرئيس في كافة المحافة الإقليمية والدولية عدد من القضايا المهمة للغاية دائما بتكون على أولوية حديث سيد الرئيس في هذه المحافة الإقصادية تحديدة وهذه الأولوية بتكون دفاع عن حقوق الشعوب الأفريقية والدول النامية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وطبعا الأمور الإقصادية هنجد حديث عن التغارات المناخية وهذه قضية بالغة الأهمية لأن لا يمكن أن نتحدث عن تحمل غير عادل للدول النامية والدول الأفريقية لتبعات التغارات المناخية يجب أن يكون هناك عدالة في تحمل تبعات هذه التغيرات وبالتالي على الدول الكبرى مسؤولية سواء من خلال تطبيق ما تم التواصل له في إتفاق باريس أو ما أيضا أقاراته إتفاقية الأمم المتحدة ومؤتمرها الذي عقد في شرم الشيخ كوب 27 من التأكيد على هذه النقاط وبالتالي التغارات المناخية بتؤثر تأثيرا كبيرا على مستقبل التنمية وحقوق الشباب والأجيال القادمة في هذه التنمية الأمر الآخر والذي أيضا تحدث عنه السيد الرئيس وهو فكرة التمويل ومسارات التمويل الجديدة والبحث في مسارات وأليات تمويل تتناسب وظروف الدول النامية الآن وأزمات في مقابل صندوق مثلا النقد الدولي أو المؤسسات التمويل التقليدية بتأكيد يجب أن يكون هناك خلق لمسارات تمويلية جديدة تتناسب وأوضاع الدول النامية الآن لا يمكن أن نتحدث عن ظرف دولي صعب للغاية ونتحدث عن نفس الظروف التي أيضا هي أليات تمويل معتادة بالتالي أيضا عشان كده رئيس أشاد بفكرة أيضا بنك التنمية الخاص بتجمع البريكس لأنه ألية طبعا أنا أعتقد أنها سوف يكون لها أثار مستقبلية بلغة الأهمية هذا أمر الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التعاون جنوب جنوب وهذا المصطلح يعني لو تذكرنا هنجده حاضر دائما في خطابات السيد الرئيس في كافة المحافل الدولية لأن بالتأكيد التعاون ما بين الدول النامية وهذا هو المقصود بفكرة تعاون جنوب جنوب أن يكون هناك تعاون وتكامل ما بين الدول النامية بمعضيها البعض وهذه نقطة بلغة الأهمية لأن الدول الكبرى الآن بعض منها للأسف يحاول أن يستخدم الأوراق الاقتصادية كأوراق استقطاب للدول النامية ومحاولة تأثير على الدول النامية وبالتالي الخروج من هذه الدائرة عبر التعاون جنوب جنوب أن يكون هناك تكامل ما بين مقدرات وإمكانيات الدول النامية وبالنسبة الدول النامية لديها مقدرات وإمكانيات عظيمة للغاية يعني حينما ننظر مثلا للقرارة الأفريقية وما تمتلك من مقدرات من الثروة الطبعية والثروة البشرية والموقع الجغرافي والموقع الجوز سياسي نتأكد من هذا العمر أمور أخرى في الحقيقة أيضا ضمن هذا الإطار ولكن ربما هذه هي القضايا الأبرز فيما يتعلق بالدول النامية ما يتعلق بالتغيرات المناخية ما يتعلق بالتمويل بمسارات جديدة ما يتعلق أيضا بالتعاون جنوب جنوب هذه هي النقاط مهمة هذا طبعا بجانب القضايا الخاصة بالاقتصاد بشكل عام وتجمع بريكس بشكل عام مش فقط الاقتصاد اللي كان مهيمن على هذا الموضوع يمكن اطلاع مصر بمسؤولياتها تجاه الجميع كان واضح جدا فيه خطاب سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن أزمة الشرق الأوسط وما يحدث فيه الشرق الأوسط وما يؤثر ده على الدول الموجودة في الشرق الأوسط ازاي كان كلام سيد الرئيس في هذا الموضوع وكيف تم استقباله من قبل الدول الحاضر يمكن بالتأكيد الكادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص على أن تكون القضايا الفلسطينية حاضرة وبقوة في حديث الدولة المصرية في كل المحافلة الدولية والإقليمية وبالتالي وجدنا في الخطاب الخاص بجلسة أمس الخاص بريكس بلاس كان السيد الرئيس حريصا أن تكون القضايا الفلسطينية في مستهل الكلمة المصرية وبالتالي تحدث سيد الرئيس هنا عن الثوابت المصرية في هذه القضية وهذا هو ما اعتدنا عليه وأيضا تحدث عن تأثيرات الأوضاع في الشرق الأوسط على أيضا اقتصاديات الدول في المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل عام وبالتبعية طبعا على دول بريكس ودور أيضا هذا التجمع في أيضا أن يكون له دور في دعم اقتصاديات المنطقة في ذل هذا الأمر الصعب للغاية على الصعيد الأمن والاستقرار الإقليمي وبالتالي القضاة الفلسطينية حاضرة وأيضا لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بي الرئيس الفلسطيني على هامش القمة بيؤكد هذا المعنى أن هناك اهتمام مصري يعني هذا يدركه الجميع يعني ما تقوم به الدولة المصرية تجاه القضاة الفلسطينية لا يحتمل المزايدة ولا يحتمل حتى يعني المزيد من الشرح والتفصيل لأنه يعني واضح للعيان بالتأكيد يعني خطوات عملية وإجراءات على الأرض وجهود حتى للوساطة في هذه اللحظة الصعبة التي يعني بتعصف بالأمن الأقليمي ما زالت مصر متمسكة بجوهر القضية وإصرار الدولة المصرية على الحديث بالأمس عن القضاة الفلسطينية حتى في ظل تشتت الصراعات وهذا المصرح كان في حديث سيد الرئيس فكرة تشتت في الصراعات الحادث الآن في المنطقة لأنه بالفعل ما يحدث في الإقليم من تشتت للجبهات من تفرع للجبهات من محاولة تصدير للرأي العام أن هناك صراعات أخرى بعيدة عن الصراعات أو الصراع الأساسي ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول الوضع الراهن ولفت أنظار دول العالم لصراع ربما آخر ليس له علاقة بجوهر القضية أمر خطير ويهدد مستقبل القضاة الفلسطينية وبالتالي مصر دائما تعيد أنظار العالم لجوهر القضية عليكم أن تجدوا حلا شاملا وعادلا القضاة الفلسطينية حتى يهدأ الإقليم لأن هذه هي القضاة المركزية والقضاة التي لا ترتب عليها أيضا حل عادل أو استقرار للإقليم وبالتالي كانت أيضا هذه القضاة حضرة في لقاءات السيد الرئيس على هامش القمة سواء طبعا مع الرئيس الصيني مع الرئيس الروسي مع الرئيس الإيراني مع طبعا رئيس الفلسطيني وغيرين من القادة ورئيس جنوب أفريقيا ويمكن لقاء السيد الرئيس مع رئيس جنوب أفريقيا أعتقد أنه كمالية خصوصية لأن الخطوات الأفريقية هنا أيضا يعول عليها نعم مصر رائد عربي وتقود العمل العربي ولكن أيضا على سعيد الأفريقي مصر موجودة وتقود العمل الأفريقي مع الشركاء الأفارقة في أيضا دعم القضاة العربية لأن طبعا جنوب أفريقيا كان لها دور مهم في محكمة العدد الدولية ومصر سندت هذا الدور وأذرت هذا الدور وانضمت سريعا لأن تنضم إلى هذه القضية وأصبحت أيضا بجانب جنوب أفريقيا لمناصرة القضية الفلسطينية على سعيد الأفريقي في هذه النقطة تحديدا سيد الرئيس كانت تحدث في كلمته الافتتاحية في تجمع بريكس زي ما حقا كده تفضلت وقلت على أهمية وجود المنظمات الدولية في القلب منها الأمم المتحدة في هذا الصدد وأهمية دعم ومساندة هذه المنظمات إلا أنه هذه المنظمات أثبتت عدم قدرتها على التعاطي مع المتغيرات المنجودة أثبتت اللي هو البعيس بوليسي سياسة الانحياز إلى طرف على حساب طرف اليد الرخوة في إدارة الأمور السؤال هنا إزاي مؤسسات منظمات مستحدثة مثل تجمع بريكس إن هي تعيد الأمر إلى نصابه تعيد التوازن يعني ما يعول الآن على دور البريكس في المرحلة القديمة هو فكرة إعادة التوازن الدولي نحن نحتاج إلى كتل مختلفة وأيضا تقبل من الأطراف الأخرى حتى لفكرة أن العالم به أهديت تعددي يعني لا يمكن أن يقتصر العالم على قد واحد أو على دولة واحدة تصبح هي المهيمة على مقدرات باقي دول العالم هذا غير منطقي وأثبتت التجربة أنه أيضا غير فعال على أرض الواقع وبالتالي يجب أن تتقبل كافة الأطراف الدولية كبرى فكرة التعددية الدولية وهذا ما تؤكد عليها الدولة المصرية فكرة التعددية الدولية أن يكون هناك تعددية يمكن من خلالها إحداث هذا التنوع الاقتصادي والسياسي ويعني إحداث أيضا نوع أنواع التعاون الذي يقدم كافة المصالح وتحقيق المبادئ المتعلقة بالمكاسب المشتركة ولكن فيما يتعلق بدور المنظمات الدولية الحالية وعلى رأسية الأمم المتحدة بالتأكيد يمكن فكرة تفريغ القيم وهذا أيضا كان مصطلح حاضر فيه حديث سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجالفة الثانية لأن لأسف ازدواجية المعايير فكرة تفريغ القيم من مضمونها الحقيقي من حيات زي ما حركت قلت بعض الدول الكبرى لأطراف دون أطراف بالرغم أن المسئولية الدولية هنا بتحتم حتى على الدول الكبرى أن تتحمل مسئوليتها تجاه الجميع يعني حينما تتحدث أنك كبير في هذا العالم فعليك أن تكون كبيرا بالمسئولية وليس كبيرا بالشعر فقط وبالتالي هذه المسئولية من المفترض أن تحتم عليك العدالة وأن تكون غير منحاز لطرف دون طرف ولكن هذا الأسف لا يحدث بنجد ازدواجية في المعايير بنجد فيتو طوال الوقت يعرق المصارات التسويات السياسية للأزمات وبالتالي أنا أعتقد أن البريكس هنا دوره نعم هو تجمع اقتصادي والجميع يتفق أنه تجمع اقتصادي ولكن ليه يمكن فصل الآن الاقتصاد عن السياسة وبالتالي إذا حدث نوع من أنواع البروز والتقدم في دور عمل بريكس على صعيد الاقتصاد العالمي وهو دور مهم يعني نحن نتكلم على أكتر من 50% من سكان العالم داخل هذا التجمع نتكلم على أكتر من 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالمي موجود في هذا التكتل من 100 تريليون دولار حجم الناتج الإجمالي المحلي العالمي بريكس عندها 30% يعني رقم كبير إذن هذا التجمع بالفعل له ثقة كبيرة ولكن أيضا تقريب وجهة النظر هنا ما بين دول أعضاء البريكس يجد عمل على صعيد مصارات المنظومات الدولية نحن نجد مثلا موقف البريكس في الحقيقة من القادرة الفلسطينية موقف أكثر من رؤى يعني البيان الذي صدر بشأن هذا الأمر أمر يحدث هذا التوازن الذي نتحدث عنه إن كتلة دولية كبيرة الآن تتحدث بهذا الاتزان مقابل ربما كتلة أخرى لم تكن تتحدث بهذا الاتزان فهذا ما نريده من البريكس الآن أن يحدث هذا التوازن وأن نستغل أيضا هذا التوازن في أن ندفع الأطراف الأخرى في أن ترشد سلوكها تجاه القضايا الإقليمية وتجاه الصراعات الدولية التي يدفع ثمانيها الآن مش بس مواطني منطقة الشرق الأوسط ولكن حتى مواطني الدول النامية في كافة أرجاء العالم يدفع ثمن الصراع الدولي والإقليمي الراهن على الصعيد الاقتصادي وحتى على الصعيد الأمن أنا شكرا جزيلا كاتب الصحفي الأساد جمال رائف شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم وشكرا لكل سيدة مشاهدة شكرا جزيلا لحضرتكم مشاهدينا خلصت حلقاتنا النهاردة كنا موجودين معاكم على مدار ثلاث ساعات نشوفكم بكرا إن شاء الله في نفس المعات صباح الخير عليكم وصباح الخير يوم مصر شكرا للمشاهدة